هاي ستني بالمصالحات للجميع بحييكم جميعا بانتظار باتك الكريم يريد تعطينا هايك انتروديكسيون صغيرة عنو حدا من اهم يعني يتفوق على اي حدا من الموحدين بالمعرفة الشاملة بمعنى انو مش بس بيعرف لهوت او ما يسمى بروحانيات او تقبر عن كتب بكتب الحكمي كمان بيعرف عن تاريخنا يعني المدون وكان عاملش ازينا انت بتعرفيه بس انا حاطت اسم مستعار شبل من كندا الي بكندا هلا اهلا اهلا قاسم او ربما ما بعرفه ممكن لما يحكي ممكن اعرف اللي واجهة دسالي لكمال جنبلات انه عبث بال عرفتين سوبلان سوبلان ايه بريس قليلو كيف يكتب اسمه سوبلان عطوقة ده سوبلان هو اللي رح يكون الجاس يه لقيته اوكي وكتير منيح رائع يعني هالشاب بياخد العقل سوبلان سهدتنا مجروحة في الحلو فيه انه هو باحث بكتير من المسائل الدينية بكل الاديان وبالاديان القديمة وبتاريخ الاديان ومنفتح جدا على صبر غور المعارف الدينية بكافة الحضارات يعني منذ ما قبل الاديان الابراهيمية وهي مرحلة كتير مهمة بتاريخ تطور ونشأة العقائد تاريخياً لأنه كل الاديان الموجودة اليوم كانوا هناك ما يشبهها في الحضارات القديمة ولدى الشعوب التي اتت قبلنا على وجه الكرة الارضي فبعتقد رح اترك سوبلان يحكي واكيد بهمنا نسمعه ومرسيني ضال انه يعني اجا سوبلان مع اني بحب اعرف اسمه الحقيقة كمان لسوبلان هو سوبلان من علي من وين سوبلان لا لا اذا هو بحب يقول يقول اه انا معي يعني ما بتقلبك لاي دهرت تشوي اه وين قلتي لي اجا اه لاي ما اجا برأيك خليني روح لعنتو وحكي انت زينا بل شو انتو مسيكن من جديد مساء الخير انا مثلكم تم ادعوتي منذ دقايق لهالمساحة وهلأ اعرفت كمان مثلكم انه الصديق والباحث سوبلان يلي انا من متابعينه ومن دون ما تجمعني فيه معرفة شخصية اللي عبر صفحات التواصل هو ضيف هالسبيس وصراحة شكرا لستني دال انه تواصلت معه سوبلان فيه ميزة حلوة انه هو باحث متعمق بكتير من المسائل الدينية هلأ بعض الافكار بينشرة انا شخصيا اتفق باتفق معه وفيه جزء كمان ما باتفق معه بس بحترم مناقبيته البحسية وحلو كتير انه شاب بعضه في مقتبل العمر ببداية التلاتينات عنده حب صار معنا سبني دال صار معنا يا اهلا سوبلان اذا انت عالسمع عملتله عملتله دعوة انا ما بعرف بدك تكبوت على وببعد لك رسائل حياتي اوكي فينا فينا نبلش اوكي نحنا قد ما نعرف يعني نحنا كموحدين كل الشعيعات اللي بتنقال انه ماش مسموح على ست ارزم غير الصورة مش مسموح نقرى كتابنا او كتبنا الكريمي وكتب الحكم الشريفة مش كلام دقيق بس كمان مبرر نحنا عشنا ازمات خوف وضبحنا على مر التالي بس ما حدا بيقدر يتعي انه بيعرف كتير كتير تماما مثل كتاب القرآن للانجيل المقدس يعني مثل هالكتب الكريمي والمعارف العظيمة اللي منعيش اللي عشنا وتربين عليها وحبيناها بس سوبلان هيت بحبي يقول اسمه لا يعني خز العين عنده قدرات متقدمة جدا انا بسمع له 3-4 ساعات احيانا انا بدي رحب فيك وما بعرف من وين بدي ابدأ نحن ما من نهجم على حدا ابدا وليد بايك كان طلب مننا انه نحن نبقى او يحطنا بالحضن الاسلامي وكأن واذا ما قعدنا منكون سهيلة هو ما قال بهالشكل المباشر ويمكن وعنده مخاوف علينا ويمكن وكأنه نحن اعداء للإسلام يعني ما معروف انه كل موحد ما انه عدو لحده وفاضي لربه اكتر شيء نحن فاضين لربنا مش فاضين لحدة تاني استاذ سبلات فضل تحياتي لكم جميعا او يعني لا اعتبر نفسي عبقري ومش تواضع انا اقل الناس لكن تعودت من صغري ان اتكلم ضميري يعني هذا الفرق يعني نبدأ باسم الله العلي العظيم المولى العظيم عن كل وصف وتعظيم والقديم والاول والاسبق وعن التقديم احمده واتوكل واسلم وليه واقول اللهم سلمتي سلمت نفسه لك في كل التعليم ما ذكره الاسم وليد جومبلاط يعني هو ليس في جديد يعني هذه العائلة عندها تاريخ طويل بمحاولة تشويه وتحريف الديانة الدرزية بشكل غير مسبوق يعني هم اكثر عائلة وقد يكون هناك افراد من هذه العائلة يعني ليس عندهم هذا الجرم لكن القادة ببيت جومبلاط من كمان جومبلاط الى وليد كلهم في مراحلهم السياسية حاولوا بشطة طرق ان يخربوا هذه العقيدة ونحن انا مش جاي يعني كفرهم ولا هاجمهم لعلهم مؤمنين وانا كافر بس انا عندي عقيدة درزية امامي هني لا يتبعونها المسمى وليد جومبلاط قال في تصريح باحد المجلات ان الدرزية من الجهل نعم وين قال في مصادر يعني وضعناها عندنا على الصفحة بس فينا نشوف قال نعود الى الاسلام وهذه يعني اللي عم تعملوها هذه الزرزية من الجهل هذا في احد التصريح له فيعني ليس جديد وهذه تحمي الجاهزة الصهيونية والصهيونية يعني ليست في جديدة عليه وهو يعني اول من التقى بباريس بالمختارة هو وحتى من فترة سابقة التقى في عضو الكنيسة الإسرائيلي ببلاد الخارج يعني ف يعني هذه التهمة مردودة اليه ولا يحق له ان يتكلم في الدرزية هو اساسا ليس في درزي يعني اذا اخذنا علي جنبلات هو كردسونية اتوا اختبى عن بيت معنا الاكراد فليس دروزهم اساسا من الاصل وثقافيا وفكريا ليس دروز يعني دائما يناقدون الدرزية ودائما يحاربون لكن للأسف يعني في مجتمعنا يعني بعض الشخصيات قيل لنا انها مفكرة او انها يعني حريصة علينا يتضح يعني بالدراسة والتعمق وقد يتفاجأ الانسان ان هؤلاء الشخصيات هم اعداء هذا الدين يعني فعلا فلنبدأ يعني بس هلأ امتكى كمان جنبلات يعني شبتك وحضرت بس اكيد ما فيني لقص اللي حضرته لانه انا لما اقول عبقري انت موسوعة ازال عبقري يعني وهي عاداتنا نحن دروزة ما منقول انا بس نقول انا منقول الله يجيرنا من كلمة انا ان احنا طبعا ميالين للدروش لانه منعرف عظمة ربنا عظمة العقل ونحنا بنصع يعني الله يعني ويعطينا لحتى نقدر شوان شو بحالنا هادي تعتبر بدي قول شغلي لو سمحت ازا ما عنديك مانع تعطي المسيحة هيكش خمس دقاي لانه انا من هد تاني لحكيهم استاذ سبلان حسيت انه المسيحة رح تكون كتير قيمة وكتير مهمة وكتير فيها مواضيع ممكن مغوص فيها لها السبب ازا منعطيها خمس دقاي او عشر دقاي ازا بتحكوا باي مواضيع تاني غير السردية اللي بدي يقولها تتعبى المسيحة اكتر بتمنى انه هالشي يصير ازا بتحبي حضرتك انا كنت عملتله اعلان لو بدي يعني لانه مسجلي اللي بدوا بيقدر يسمع وبعدين هيك مساحات ما بيفوتوا عليها غير نخبويين يعني فما تتوقع جمهران لو حطيت سمرق قاسة بيرك تلك مش هيك السيس كنت هجمت على كمال شملات وانا بديني اشك انت عم تاني المعلم انه ممكن تحكي لها لانه محد دروك طيب يعني اول شيخة نبدأ بالاساسيات لانه قد يكون في جمبلاتيين واشتراكين يزعمون انهم دروس في الاساسيات الدروسية وبقول سيدنا حمز عليه السلام ان انجس المال مال الحكام ومن خصائل التوحدية هي الثورة على الفساد والطغيان يقول وليد جمبلات انه زعيم فاسد ويعترف بهذا فكيف هناك مشايخ وكيف هناك موحدين دروس يتبعون من يقول عن نفسه فاسد ولا ينحن عن الحكم فيستمر في فساده وتغيانه لم يقول انا فاسد وتراجع عن الحكم واعطى ما سرقه لا لكن هو فخور بهذا الشيء ومتغاضي عنه هاي تناقض صلب العقدة الدرزية اما كمال جملات يعني جرمه لهوتي اكبر لان كمال جملات رأى بعض الكتب المفقودة في رسائل الحكمة فاختلق هو كتب وقال انها هي هذه الكتب القديمة لكن في هذه الكتب الذي اختلقها وقع في العديد من التناقضات يعني ناقض العقدة الدرزية ناقض رسائل الحكمة وحتى في بعض هذه الكتب كلام اباحي كلام لا يليق برسانة النص الدرزي فانا قدمت حلقة ثلاث ساعات ونصف دخلت في كل هذه الاشياء يعني مثلا سيدنا حمز عليه السلام يذكر ان هناك كتاب اسمه المنفرد بذاته وقد يكون رسالة ليس كتاب بمعنى معنى الكتاب اليوم قام كمال جملات يعني هو كمال جملات الوحيد الذي وجد هذا الكتاب ونشره باش على اساس انه كتاب تقية لا نشره يعني لينشر بين مشايخ الدروز لينشر كأنه مصحف سري يعني وكتاب مهم جدا كان الدروز ايام زمان يدخلون الديانة بسبب المنفرد بذاته هو المصحف اما رسائل الحكمة فهي فقط الرسائل بين الدعاة الى العشائر والعائلات وما شابه لكن نحن اليوم نعتمد رسائل الحكمة كنص اساس فهو زعم انه يملك هذا النص الاساسي فالمنفرد بذاته يعني فيها اغلاط لا تحصى اول شي يعتمد تأويل موجود بالاثنى عشرية الشيعية وليس موجود عند الدروز ولا يذكر الخمس حدود يعني على بهذا يخالف رسائل الحكمة تماما يعني يذكر شخصيات مذمومة عند الدروز يذكرها على اساس انها محمودة عندهم بل هي اصل العلم الخامس وفكرة العلم الخامس نحن تقبرني مع مؤقتل ايه مرحبا 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 بس المفرد بذاته المفرد بذاته هيدا يلي عند كل واحد درسي هيدا مصنوع ونحن كنا مفاكرين انه بس هلأ رح ررجع رد عليك طيب اوكي اوكي نعم هو مختلق من كمال جملات وفيه يعني مشاكل عويصة يعني مثلا يقول ان الله يتجلى في الشجرة المباركة يعني اذا تجلى الله لهم في الشجرة المباركة هذا مرفوض عند الدروز يعني الدروز يعني سيدنا حمزة يرفض فكرة حلول الله في الشجر او الحجر يعني بقول صريح وسيدنا بهاء يقول اذا يظهر اذا ظهر الله برسالة 44 لسيدنا بهاء عليه السلام اذا ظهر الله يظهر في سورة تؤانس البشر بسورة بشرية يعني وهي ليست فعلا سورة بشرية لكن يشبه لنا ان الله ظهر لنا في سورة بشرية كما في حديث اسلامي عن يعني حتى يصححه ابن تيمية عن ان الله ظهر في الحلم في سورة الشاب الأمرض يعني يظهر في سورة قد يفهمها الانسان ويظهر الله القليل منه فمرفوض مثلا يعني ادخل في المنفرد بذاته فكرة مرفوضة تماما من عند الدروس بس خلينا نوضح لما تقول المنفرد بذاته هو الله يعني هو الحق الأول هو العقل الكريم لا عند كمال جملات الأمر مختلف عند كمال جملات هو يتبع سيري أتماندا يعني صاحب الديانة صاحب الديانة أدافيتا فيدانتا وعندهم أنك تتجردين من كل يعني تتجردين من الجسم وتجردين النفس حتى من العقل يعني عندهم الخمس كوشس الخمس طبقات حتى تصلين إلى الأتمان والأتمان هو الذات الحقيقية فالمنفرد بذاته عندهم هو الذات الحقيقية التي هي الوعي الصافي هذه عقيدة تناقض الدرزية لأننا بالدرزية لدينا رسائل برسالة رض على أهل التأويل يقال أن النفس لا تتجرد من الأقمصة فما في هذا التجرد التام فإذا تجردت النفس من الأقمصة يعني تتجردت من الضد وإذا تجردت من الضد أصبحت هي الله أو أصبحت فوق العقل الكل صح لما تقول الأجسام أو شو قلت الألبسة شو اللي استخدمت النفس لا تتجرد الأقمصة الأقمصة القميص عندنا دروس هو البدن صح أو أي قوالب هي تحدد الرسالة النفس لا تستطيع تجرد من القوالب الجرمانية يعني كما ورد في النص نعم ففكرة تجرد النفس أو الاتحاد مع الله هي فكرة جميلة عند الصوفيين وعند بعض الفرق الهندوسية لكن هذه فكرة غير موجودة في الدرزية في الدرزية أنت في التقمص ترتقين حتى تصلين إلى أن تكون أحد حجج إمام العقل لكن إمام العقل يبقى دائما فوقك أما في تجريد النفس وذات الحقيقية عند كمال بساطة اللي عم تقوله معقد أوكي خلينا ناخد من الأول نحن بنقمن بخمسة حدود اللي هني العقل النفس الكلمة السابق التالي شو هني هون شرح لنا نعم أوكي هاي الفكرة جاية من فكرة الفائد يعني هي فلسفة يونانية وهي أن الله حين خلق العالم في الفائد أول الموجودات كان العقل وهذا موجود حتى عند إخوان الصفة وخلان الصفة العقل وثم تأتي النفس الكلية وعند فرق أخرى فعند الدروز كان أول ظهور للعقل العقل حين ظهر صار عنده جانبين يعني في جانب فيه صار يقر في وجوده الذاتي المستقل عن الله فبهذا ولد الدد والدد عند الدرزية هو مصدر الشر لكن هو مصدر يعني قائم بالكون أما عند فكر كمال جملات وبعد أفكار التجريديين مثل نواف الشبالي وغيرهم يرفضون يرفضون الضد بل يعتبرون الضد هو فقط الماية أو هو يعني حالة العالم المادي لكن نحن لأ نحن عندنا حتى الضد هو موجود بمقابل العقل وتحت العقل ظهر حدود أخرى وهم النفس والكلمة والسابق والتالي والكلمة يعني تستخدم اسم كلمة لكن هي يا أصدقائي فعلا الجسر يعني هي من تصل العقل والنفس بالحدود التحت وهم السابق واللاحق يعني لأن كل الحدود نفسهم يعدون أحرف الصدق وحروف وحدود الدد يعدون أحرف الكذب فبهذا كل الحروف يعني حروف تشكل كلمة فهم كلهم الكلمة أو اللوغوس لله يعني كل الخمس حدودهم عبارة عن الكلمة أو اللوغوس لله أو في يعني تعبير مسيحي ابن الله أو وسيط الله بالبشر أما الكلمة بين الحدود هي الجسر بين الحدود أنفسهم وتعتقد الدروس في الأدوار والأكوار كما فرق أخرى يعني نحن كبشر نعيش مثل زمان يعيد نفسه في دوائر رغم أنه يتوجه للأمام وبهذه العصور تتجلى هذه القوى الكونية إذا أردتم في شخصيات فنعتقد أن يعني سيدنا حمزة قبل أن يكون في هذا الدور كان سلمان الفارسي فهو يمثل العقل الكلي وما شابه وعندنا مثلا هرمس هو النفس وغيرها من الأمور كما الجملات أيضا بأحد الكتب أيضا بغلبة بهذا الأمر يعتبر بكتاب السراير وهو كتاب مزور نسبه قال أن الحاكم بأمر الله من كتبه يعني وعند الدروس الحاكم بأمر الله لا يكتب ولا ينطق هو الفعل نفسه ليس بناطق فحتى يعني ضيع رتبة الحاكم بأمر الله وجعل من هرمس الإله الحكيم يعني بعد التزوير لكن هرمس هو ملاي النفس على كل حال يعني فهذه الخمس حدود كان فيهم التوحيد وهو يعني هل قد عظيم الرجل يعني قطع على كل الديانات وجال جال للبلاد لا حتى يعني كان يقول سيدنا سيدنا في داقاروس في كتاباته هي كان يقول فهل يقول لله سيدنا نوي لا هو قال عن هرمس عن هرمس الإله الحكيم ما هو التجريديين عندهم أو من يتبعون الفلسفة التجريدية نحن كدروز نتبع الفلسفة الإسمانية حيث ليس هناك شيء مجرد غير الإسم أما التجريديين وهم كثر يعني بيعتبروا شو أشخاص هذي حمزة مع حفظ الألقاب وبهاء بس بيصيروا بيحكوا ببيثاغورس وأرستو بيصيروا عزموا فيهم ما بيعزموا بشخصيات الدرزية كمال جمهات لا يذكر للخمس حدود فهو هذا التوجه قبل ما تنطلق أكتر أنا نعرف لما بتقول هلأ بتويت انت حدوتها بتقول بالالف واربع وعشرين الواقعة أو المائل هاي بعض هاي بأوائل الدعوة أوائل الدعوة أين تريد أين أين بدأت الدعوة يعني يقال بالألف وعشر ألف وحداش يعني معركة الأقحواني هي كانت جنب بحارة طبرية هي في أوائل الدعوة هي تقريبا أول معركة خادها الدروس بعد تسمية الدروس يعني أو بعد يعني بذاك العصر يعني كانت أول معركة يكون عندنا تقريبا جيش منظم وقتها لكن كانت مع حلف مع الفاطميين يعني فهذا كان المنشور المنشور ما لا يتعلق بالموضوع اللي نحكي فيه الموضوع اللي نحكي فيه الموضوع اللي نحكي فيه إنه نحن هاي نقطة مهمية نحن لسنا تجريديين عنا النسوت مهم يعني عنا لا لهوت بدون نسوت فهذه الشخصيات مثل سيدنا حمزة شخصيات مهمة ما فينا نحن نزيلها كلها ولا تزلت منها بدي أسألك عن تداتنا حمزة وذكرت بهاء الدين يعني اللي عنده المقام عنا بالضيعم شيك شامليخ بقولوله أو سيدنا بهاء الدين وسيدنا حمزة يعني السادي وسيدنا سلمان هلا سيدنا حمزة وسيدنا سلمان كانوا مع الرسول صح ولا لا رسول محمد صحيح لكن نحن عنا رواية أنهم يعني أسيادنا يظهرون في عديد من العصور والأديان حتى يعني في عصر المسيح وعصور سابقة ويوصلون العقيدة الحقيقية لأن عامة البشر عليها أن تتبع الشرائع والعلم الظاهري أما الدين الحقيقي يكون للخاصة وهكذا بدأ الدين يعني أيام مصر القديمة كان الدين فقط للمختصين ولم يكن للعامة كلهم دين المصري أول شيء كان للفرعون خلاص للفرعون قبل قبل رسالة الموسومة بالبقرة السماوية في مصر القديمة الذي فتحت أبواب الدين إلى العامة فمن هذا المنطلق يكون هناك ناطق الناطق يبث الشريعة الظاهرية الذي تصلح لغالبية البشر أما الغاية والباطن هي تكون فقط لأكلية يعني هي المستعدة أن تقود الاختصاص الديني وأن تتعمق وتأخذ خلاصة الأمور يعني حسب رسالة الإخوان الصفة فإن الشريعة كما الدواء فأنت تعطينا الدواء للمجتمع المريض المجتمع المريض لكن حين يشفى هذا المجتمع إذا عطيتميه هذا الدواء نفسه سوف ينضر يعني نفس السم أوقات يكون دواء وأوقات الدواء يكون السم صح صح بصير أوبردوز يعني صح أخذي أسأل لحضرتكم تعطوني إشارة هل اللي عم يحكيه الأستاذ واضح ولا لا فيه كتير تعقيد نحنا منحس واضح لأنه منقرأ كتير بحكمتنا وهي دي المفردات عنه هو ما أخذت الفرصة بس لأشرح كمال جملات كمال جملات يقال أنه متوسع وهكي أنا حين رأيت كتبه لم أجده متوسع يعني حتى إذا كان هو يريد فعلا أنه يوافق بين الدرزية والهندوسية وهذا أمر ليس خاطئ يعني أنا أنا عن نفسي أوافق بين العقيدة الدرزية والصوفية والكبالة والهندوسية وغيرها من الفرق لكن هو وقع في تناقض شديد يعني حتى لما راح عند الهندوسية راح عند الأدفيتا الأدفيتا يعني اللاثنائية شو يعني اللاثنائية بمعنى أنه ما في أنا والله ما في أتمان وفشنو أتمان هو الروح الكونية وفشنو هو الله فدرزية قائمة على أنا والله أنا ما بسير الله الله محل وأنا محل يا هو لا يعرف من هو غير هو كما يقول إخوانا العلويين هو راح على الأنا هو أنا يعني راح على الفكر التجليدي أو نيانا يوغا الذي تختازل كل شيء وتعبد الذات حتى الذات الحقيقية فيني هي الله يعني متى تخلج تنهونه شوية صح اه مثل الحلاش مثل الحلاش نعم ليك أتل صح وأكيد الدرزية فيها تشابه مع الصوفية كبير حتى بتقبيل الأياد موجودة عند الصوفيين وحتى أفكار يعني الدورفشز الصوفيين عندنا إياها ويبدو أنه نحن كمان يعني كثيرا من الدروس كانوا سابقا صوفيين لكن في فرق يعني في صوفية شفيعية تكون بتحب القوانين والشرائع ويعني عندها هيك وفي صوفية هي صوفية الديرفشز اللي هني ما بيتبع الشرائع هني بيعتبروا أنه كما هناك عدد خلايق وهناك طرق لله كما قال البستان فهو في مثلا كتاب الشريعة الروحانية أو الصحف الموصومة بالشريعة الروحانية هو أيضا من كتب المزورة الذي قال جنبلات يعني نسبها إلى عهد الحاكم بأمر الله حد قوانين جدا صارمة يعني تعبر عن أفكاره يعني منع اللحوم يعني وحد قوانين إذا واحد عمل مشكلة وهره سنينه وقداش بيندفع له عكل سن وإشياء لا تدخل الدرزية الدرزية دينا الخلاصة يعني تاخد الخلاصة من الأمور ليس دين بركز على الشريعة وهالأمور التقصية القشورية فهو أخذ يعني بمنحة آخر وبكتاب الصراير اعتمد الصوفية الملاماتية الذي هي فيها تعبير أوقات عن الأهواء والأشواق تدخل فيها الإباحة وهذا يناقض رسالة النص الدرزي فيعني عند الدروس ما في خمر وعشق وقبلات يعني وأحترم الديانة الصوفية أنا أعتبرها ديانة ولا أعتبرها طائفة أحترم الديانة الصوفية يعني أكيد هي الجنون في ليلة هو الجنون في الله وفي الغاية الكتب غير ظاهرها نعم يا سيد زيوني عم بحاول لي وصلكم إذا بد كنت أقوله كيف يعني شمس التبريسي مش هيك يا أستاذ المجون يعني الخمرة وإلى آخر يعني شمس التبريسي شكرا وغيرهم من الصوفيين بس هذا هذا الأسلوب مش موجود عند أسيادنا يعني والحاكم بأمر الله عنده كان نزع صوفية واضحة يعني هو تخلى عن الحكم وكل الثروات وتعبد يعني صار يختلف وهذا موجود في قصة عند الصوفية كال أحد الملوك يستيقظ فيجد هناك أحد على الأسطوح بالقصر هيك يتمش فقال له ماذا تفعل يعني شو عم تعمل فوق على السطح فقال له هذا الشخص أبحث عن الأبقار يعني مضيع بقر عم يفتش علينا على السطح قال له ولو تطلع على السطح لتفتش على البقر على سطح القصر قال له يا مالك ما هذا أنت بتقعد على يعني كرسي ذهبي وعم تبحث عن الله ففي في الصوفية تخلى عن الله وفي قصة الأمير الذي رأى غزال وذهب إلى البركة فحين نظر إلى البركة ورأى يعني انعكاسه تأمل في نفسه وتخلى وتخلى عن الحكم فصار يجل الحاشي تبعه تدمونه الأكل ويقف وحده الذي يرجعه على القصر تبعه وهو يضل على البركة يضل على البركة حتى تناسته مملكته وتغادت عنه وهو يعني أصبح درويش يعني أصبح من الصوفيين ففي هيك يعني فيه نزع عند الحاكم بأمر الله صوفية لكن عند الدروز ما فيه كلام أنه الحاكم بأمر الله كان صوفي أو كان يحتسي الخمر أو كان يتكلم بطريقة بطريقة الصوفية الملماتية فكمال جملات نسبة كتاب إلى الحاكم وهذا الكتاب يعني فيه تناقضات واضحة تشير أنه هذا الكتاب أكيد لا يعيد يعني أكيد كتاب حديث وكتاب يعني ما خاصه بالعقدة الدرزية يعني كتاب خارج عن هذا السلب فهذا لما نحاول أن توصيله أن عائلة بين جملات دائما حاولت أن تخرب العقيدة الدرزية وتمارس الاضطهاد والضغوطات يعني السفير عبدالله النجار حين كتب كتاب عن الدروز كان فيه موضوع الحاكم بأمر الله ما فسر ومزبوط يعني قال الدروز سعبت الحاكم بأمر الله دون أن يفسر أنه فلسفة الحاكم بأمر الله والصورة النسطية عند الدروز معقدة وأنا شرحها بحلقات يعني كاملة مانا فكرة سهلة وأحبطوا يفهم كمان الاحتجاب عند العلوين وغيره لأننا ما عنا حلول جسدي وعنا ظهور والله يظهر لك في صورة يعني أنت حين تنظرين إليه طريق الطباعة التام أو الإنسان يشاهد نفسه في أحسن الأحوال وكأن يعني هو الإنسان أمامه كما المرآة التي تعكس الإنسان أمامها فلا تدرك الأبصار الله كما يقول القرآن الكريم ففي فلسفة عميقة عند الدروس على كل حال غلط عبدالله النجار بهذه الغلطة البسيطة ففي سنة 65 كمال جملات قام بسحب كتبه من كل المكاتب اللبنانية وأستبدلت هذا الكتب بكتب الإستاذ ساميم كارم مع مقدمة كمال جملات على كتاب أضواء على مسلك التوحيد والهدف كان من هذا الكتاب يا إخوتي هو تشويه الدرزية يعني أتوا في صوفية إسلامية مخففة تشبه النيو إيج ما خاصة شي بالدرزية ويعلم هذا الكتب حتى إلى جيل الجديد يعني أنا للأسف بشوف ناس من جليات بره من كندا وأمريكا بلش عنده هايك حشرية شاب عم بتعلم الدرزية بيقرأ كتاب لساميم كارم بيفكر الدرزية صوفية مخففة ما بيعلم شي عن الدرزية أنا بدي أسألك بس لأنه أنا قايت بدكتور ساميم كارم يعني كان عندي الحظ وبالشيخ حليم تأييدين مخبر هالشي لسيد زينة معلوماتي عم بحكيك بثلاثة واثنين 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 وقته همسلي إنه طلب كان طلب منه المعلم تنقيح كتب الحكمي أي إنه يشيل من الرسائل الغلط لكن هذا شو يعني هذا تحريف أنا رح وصلك لمحال بعد مغطيل شخ حليم تأييدين خاف دكتور مكارم وانتقل لتعليم المادة الإسلامية بالبيو سي أو الأيوبي معبد زكر بيو سي I think بس صح حلي وحتى بطل يشوفنا يعني صار عاش تراما كبير هايك بتفسر إنه إذا المعلم طلب منه يعني تنظيف الكتاب كتب الحكمي من الرسائل الغلط والمسوسي كيف بيكون المعلم هو نفسه دس هذه الرسائل ما هو لأنه ما يسمى هذا المعلم نسب كتب مزورة للعقيدة الدرزية تناقض هذه الرسائل فأراد حزف هذه الرسائل ومنها رسائل يعني رسائل فلسفية ورسائل مهمة مثل رسالة 44 اللي سيدنا بها علي السلام ورسالة 71 يعني اللي سيدنا بها علي السلام ورسائل تانية بتناقض اللي هو بده يعني هو بس لموضح شغلة بكتاب الحكمة أمير السيد التنوخي أمير عبدالله التنوخي بعهده يعني وعم نحكي بالقرن الخمس عشر كان في اضطهاد قاسي للدروز وهو أمير عبدالله التنوخي رضى الله عنه ما هو توجه إلى جامع أموي فكان عنده شوية ثقافة إسلامية فحين عاد يعني أدخل صلاة الجناز الإسلامية على الدرزية وأضاف أربع رسائل في بداية الحكمة هي رسائل غير درزية يعني مثل نوع التشتيت لو سؤل الدروز عن رسائل الحكمة بدافع التقية يقدمون هذه الأربع رسائل ولا يقدمون الرسائل الأخرى أما باقي رسائل الحكمة ما فيها تزوير يعني باقي رسائل الحكمة بس السيد عبدالله بهالحال بس سيد عبدالله بهالحال كيف بتوصفه يعني هو المعلومات اللي وسطنا أتى المخت أمير السيد لأكدك أنه أمير السيد دم يكن في محرف هذه الكتب اعتمدت بالعلن لكن كتاب الشرح عند أمير السيد وهو أهم كتاب عند الدروز شرح كتاب أمير السيد ما في تقية وكلام ما بينقض العقيدة الدرزية بحرف بالعكس بيشرحها أفضل الشرحات فهذا دليل أنه ليس بي محرف أما كمال جملات ما عمل هاي يعني كمال جملات شاف كتب مفقودي عند الدروز ودعا أنه هاي هي كتب الحقيقية وكلها كتب تراقضات وسخفات يعني عنده عالك تجريدي يعني تكرار تكرار بدون تقديم أي فكرة يعني بدون يعني ما في هذا المحتوى الباطني الباطني دروز عندهم باطن الباطن ما في هذا المحتوى القوي وهذه الكتب طبع كما جملات مش كتب على رفوف المكاتب هذه الكتب كان من خدع فيها خدع فيها بعض الدروز اللي عندهم بدون يعرفوا العقيدة السرية عند الدروز أو العقيدة الجوانية أنه بيقدمهم هاي الكتب المفقودة ومصحف المنفرد بذاته أن يكون كتاب سري اللي يخدع فيه الدروز وحمد الله ونحمد الله يعني أن مشايخ الدروز عندهم يعني بيفهموا أكتر مني ولم يقبلوا هذه الكتب هذه الكتب عند مين انتشرت؟ انتشرت عند بعض الدروز الغير مشايخ بس عندهم يعني حشرية دينية مثل علمانيين دروز أو دروز يمكن مش علمانيين بس مش مشايخ في منهم أخذ هذه الكتب وبنى عليها أفكاره ومنهم نواف الشبلة نواف الشبلة يعتمد هذه الكتب ويتكلم في النفس المجردة الذي تدخل الأبعاد ونحن عندنا نفس لا تتجرد في الدرزية يعني برسالة رض على أهل التأويل هذا كلام يعني مذكور قولا مبين وتقول يا خرسا يعني ثبتوا بقاء النفسي بدون الأقمصة كيف النفس بتخلى عن الأقمصة يعني ستا بتصير أعلى من الضد بتصير أعلى من الضدية يعني بتصير في مقام الله وحده الله ما عندهش ضد في الدرزية أما العقل عنده ضد صح صح هاي جوهر حكمتنا طيب إذا أنا افترض أنه يعني بدي أبعد عن المعلم وببقى بنقشك بالسر ونوصل لنتيجة قبل ما سرقنا شك بالعلن والعلق مع بعضنا أنا مش كتير اقتنعت اللي قلت لي يعني معلم كمال جمبلات بس يمكن بالأخير اقتنع وليد بيك بس أنا بس كيف فكرة ما كلمت إذا بتسمحوا لي بسقوا الجملة وأنا أيضا بوجه تحية كتير كبيرة لصوبلان وبقدر كتير الأبحاث والدراسات والتعمق اللي عاملوا على مستوى المدرسة العقلانية الدرسية وعلى مستوى تاريخ الأديان والأديان القديمة في الحضارات القديمة وتاريخ نشأة وتطور العقائد والأفكار التوحيدية في شتى وكافة المدارد منذ نشأتها وانطلقتها ولكن بكتير من السراحة أتحفز أتحفز على بعض الأفكار اللي حكى فيها خي الكريم سوبلان ما بدي ناقش فيها لمضيع توارد أفكاره وتسلسل أفكاره لأنه حابين نسمعه بس بعض الأفكار المتعلقة بالمرحلة الفاطمية وبالأمير عبدالله التانوخي بتحفز علي وأكيد بيكون إلى مساحات لاحقة وطبعا بتحفز كمان على موقف الست نيضال يلي هو دايما موقف مدافع على العميانة مثل ما بيقولوا بالدرزة عن شخصية كمال جنبلات المسقف بحكم أنها تأثرت فيه بأول شباب وبطلعتها وهذا جيل طويل عريض نحنا ما بننكر عليه أنه تأثر بمرحلة فكرية ولكن اليوم اللي عم بيقولوا صبلان عن النظرة النقدية الفكرية لكل ما جرى وكيف حاولوا التلاعب بموضوع العقيدة الدرزية العقلانية وحرفة وتشويه صورتها بسبب عدم انتماء لهذه العقيدة يعني دايما نتذكروا أنه بالطايفة الدرزية الكريمة الرؤوس لا تنتمي للقاعدة يعني بكل الطوائف الرؤوس تنتمي للقاعدة ودين الرأس من دين القاعدة إلا في الطائفة الدرزية الكريمة منذ قرابة القرنين من الزمن ورؤوسها لا ينتمون إلى قواعدها ولا يؤمنون بدينها فنحن فنحن لا نعمل هذه المساحات لنقول أنه هذا التضارب والتناقض العقائدي والديني أدى إلى نوع من ازدواجية في السياسة لدرجة أن من لا يفهم أن هناك هذا الكنترادكشن على المستوى العقائدي والسياسي بفكر أنه كل اللي دروز بفكروا مثل وليد جنبلات أو كمال جنبلات أو مثل طلال أرسلين أو مجيد أرسلين أو شاكيب أرسلين يلي هن أبدا لا علاقة لهم بالمدرسة العقلانية الدرزية وبالسقافة الدرزية الفكرية فأنا بتشكر سوبلان كتير بقدر جهوده وكتير بتشكر الستنضال اليوم أنه فتحت هالمساحة مع تحفظي على بعض النقاط ما رح فوت بفيها وبترك المجال بس حبيت بس ضوّع هالنقطين وتفضل تربالان المايك معه شكرا شكرا إليك وأنتي كمان مجهودك وإيقاظ اليمين الدرزي جدا مهم وبدأي أحكي بجزئية بفلسفة السياسية كمان مهمة ستنضال يعني مع أنا كمان يعني أنا أنا عفترة من حياتي كنت حب كمال جنبلات وأنا من خلفية جنبلاتية أنا بيم قاتل وعمني معتقل حتى كان من إسرائيل 16 سنة على عمليات وكان كمان الحزب الاشتراكي بس بس ما أنت بتشوفي أشياء بتصمك وبتتحقق منها خمسة مرات بتطلع مزبوطة بس لحظة مثلا أنت كسيدي ستنضال أحمدية معروفة بنسويتك وبوقوفك مع حقوق المرأة سيدنا حمزة برسالة رض على أنه سايري لا يعيب عدم زواج المرأة لكن يدافع عن المرأة الغير متزوجة أن تثبتن وتطعن أنفسكم عن الأزواج ومن تفعل ذلك فقلبها آثم بعيب على المرأة أنه ما تتزوج ونحن غرائزين المرأة بلك ما تزوجت وكافي دراسات دينية بلك المرأة عندها أولاد وعم تربيهم وماذا تتزوج مش قريتهم مش قريتهم هلما مش شي سيد أنا رح رح وصلك إليه لأنه هني كارسات وأنا ما عم بطرح كل المواضيع أما كمان في جزئية ما نذكر نحن هذا حزب يساري هذا حزب ماركسي اليساري التدميري ويدمر العقائد والأديان وحتى أزيدكم من الشعر بيتا الديالكتك عنده كارل ماركس هذا الديالكتك عند كارل ماركس من أين أجه جاء من فلسفة هيجل هيجل عنده فلسفة هيجل يعني تحدث فيها هيجل بس نحن رسائل الحكمة عنده دروس متحسي فيها قبله في عصور وهو عنده الطرح والطرح النقيد والطرح الجديد أو الخلاصة يعني هو ثلاث مراحل نحن نعتبر الدروس نفسنا نحن الطرح الجديد أو الخلاصة ونعتبر الطرح الأول هو الظاهر أو التنزيل والطرح الثاني هو الباطن أو التأويل ونحن باطن الباطن الذي يختزل الظاهر والباطن ويأتي في طرح جديد فعند ماركس وأنجلز بتحدثوا في قضات كونية مثل هيجل وقال ماركس أنني قلبت هيجل رأسا على عقل لكن هذا كلام خاطئ أخذ ماركس ما يحلو له من هيجل وقلب فقط فكرة المثالية بالمادية يعني عند هيجل العقل قبل المادة وعند ماركس المادة قبل كل شيء طيب إذا المادة قبل كل شيء كيف هناك قضات كونية عند أنجلز وماركس بأحد ثوابط الفكر الماركسي أو الديلكتك الماركسي أنه في قضات كونية ما هو العقل من يقرر الضد يعني أنا إذا بحط إيدي على شغل يقول هذا ساخن وهذا بارد أنا عملت ساخن وبارد أما المادة حقيقة واحدة المادة هي صلبة حقيقة واحدة وأنا العقل بيعمل قضات ما العقل فيه اتجاهين والعقل بيشوف الفكرة والفكرة النقيدة مثل ما نعمل نحن هلق في هذا النقاش بس يمكن كمان أول شيء مساء الخير للجميع بس هذا النقاش اللي عبتحكي فيه هذه الجزئية وهو بيدخل بصراع ما بين الكثيف واللطيف عن كل الأديان هناك صراع معين بين تهذيب النفس وتهذيب الهرمونات يعني بالجسد وهم الذين يمثلون الكثيف واللطيف أنا ما عم بحكي بهك أنا ما عم بحكي أنت القطاطني وأنا عملك بلوك لأنك أنت يا أستاذ فادي بتبلغ عن الناس بأسماؤن الحقيقية على الفيسبوك فماديش أحكي عن تاريخك خليني أكمل وما قطعتني بشي أنت مش هم تفهم فيه أنا عم بحكي أن الأضاد القومية هي بالفلسطة الباطنية الأضاد القومية طيب أوكي 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 حبيبي أوكي وأحداث زبزب سلبية زينا بس نحن هون عم نسمع لحتى نعرف ونسمع نسمع أكتر ما كمان الأستاذ فادي ممكن يكون مضلل مثلي هلا قال شغلية كتير أستاذ فادي طبعا الشغلة الوحيدة ما أوفقته لها كمان شمبلات بس فادي يقنعني أو بقنعه نحن يعني أهل الحكمة والتوحيد ها هيك من شارع بعضنا أستاذ فادي عقول أنا أكبر منكم اتنينتكم بكتسمعوا لي أنا الشيخة هون حكووا مع بعضكم بهدوء صوبة لنكر مالي حياتي لازم نتفق ونوصل لمحل الحوار ثم الحوار ثم الحوار قبل أن تبدأ المعركة أستاذ فادي موافق شبترالها فادي درزي موافق يلا بس أنا بس لخط اي بكفي كفي أستاذ سوبالان وبترجع تحكي أستاذ فادي فضل أستاذ سوبالان العمقول وهو انتقاد جيوفاني جنتيلي للماركسية الذي اعترفه فيه حتى لنين انه هذه الأضاءات جاي من فلسفة باطنية وهيك المعتمد أديان باطنية وهرمسية الفياد ضدين فيها البولاريتي فمهم بالشيوعية أو الماركسية أو ثم بعدين التاريخية المادية هي تدرس النتائج ولا تدرس الأسباب هي لا تعترف بالضدية بالكون فبتقول نظرية المادية التاريخية عند ماركس أنه سبب المشاكل هو التفاوض في وسائل الإنتاج والفرقات الاقتصادية أما هذه نتائج السببب الحقيقي هو صراع ضدين أن هناك شر في هذا العالم هناك خير في هذا العالم ففي هناك مشاكل فهي تمسيخ إذا بدكم لما هو عندنا برسائل الحكمة يعني نحن نعرف عندنا العقل وعندنا الضد والعقل والضد هم الإشكاليات في هذا العالم وهم في القيامة الدرسية سينحر الضد وسوف يعني تتوحد الملل وعند الماركسيين هن يستبلوا هذا الشيء وجعلوا أنه بيصير في يوتوبيا يعني بس شو هي اليوتوبيا مش معروف طب إذا قانون الديالكتك نفسه وإذا هو يخضع للديالكتك يعني العدم ديالكتكية الذي تقضي على الأضاد ما هي راح توصلك على الله أو على المطلق ليش ما بيعترفون بالله فهي فلسفة الحادية فكما جملات تبنى جذور هذه الفلسفة غير أنه لما راح عند الهندوسية بدل ما يقرب من أديان فيها ثنائية فيها أدمن وفشنو فيها ظهورات لفشنو مثل ظهورات الله في الحاكم والعلي والبار في الدرزية ذهب إلى شيء يجرد الله تماما وعندنا برسائل الدروس تحذر من هذا برسائل الرد على أهل التأويل أن الله المجرد هو يسمى العدم المفقود يعني شو يعني عدم مفقود يعني ما فينا أصله لا عنده صورة ولا عنده صفات كما إله المعتزلة حتى كما إله موسى بن ميمون عند باليهودية هو موسى بن ميمون يعني من أفضل الشريحين لليهودية المعتمد حاليا يعني يقولون اليهود أنه بعد النبي موسى لم يأتينا موسى أعظم من موسى بن ميمون فهذه الأفكار هذا العدم المفقود وهذه المشكلة عند اليهودية بين التنزيح والتأويل أن الله منزح عن كل شيء بس بتشوفوه يعني بعشب المحترق عند موسى أو يتدخل في أمور قبائلية أو يقاصص ناس فهو ما إلي أنه مجردينه عن كل العالم وما إلي هو موجود فالدرزية عنده طريق ثالث وحلية هذه الاشكالية وهي ليست فكرة لا الحلول ولا التجسد يعني الله ما بيصير جسد أو يتجلى كله في جسد لكن الظهور والظهور هو كما يظهر الحالم في حلمه يعني مثلا أنا عم بحلم حلم بشوف حالي فيه فأنا فعلا بهذا الحلم بيكون بمحلين بكون أنا عم بحلم وبكون أنا الموجود في الحلم بس الموجود بالحلم بيكون طيف مني وما بيكون هو أنا فعلا وهكذا ظهور الله عند الدروس وعند إخوانا العلويين وفرق تاني يعني حتى في فرقة الحباد عند اليهود عندهم هذه فكرة ظهور الله يعني كما فوق كذلك تحت موضوع طويل ما نحن نحكي فيه فهذا الكن بدي يقوله عائلة اليوم أنت ما فيك تكون درزي وتلحق عائلة جملات اللي هي إذا واحد بيجي بيقول هذا كتاب كتاب النبي محمد حشاه والمسلمين بيقاصصه نحن عندنا كمان جملات مش كتاب أربع كتب نسبها إلى الدرزية وهي كتب خاطئة ولي جملات نفسه يستحكر من الدرزية ولي جملات نفسه زعيم فاسد وأن أنجس المالي مال الحكام بقول سيدنا حمزة يعني أنت عم تلحق طاغوت أنت عم تلحق أتضد اللعين أنت لما تكون جملاتي لما تكون ياساري ماركسي تدميري لما ما تكون يميني درزي لما ما تسعى أن تبني مؤسسات وتتدافع على العقيدة بس بتسخف العقيدة ومن ما يلي بتتملحد ومن ما يلي بتتأسلم حسب هوائك السياسي في هذه المشكلة وعندنا مشكلة أخرى في الدرزية وأخدهم هنا ما في شيء اسمه جهال وعقال علموا أولادكم الدرزية وهن صغار هذه طبقة أنه الكهنوت حول الزعيم اللي هو بعينها بتصير هي تزيد صلوات تتنقل صلوات تعمل لا ابنكن علموا العربي إذا كنتوا مسافرين أو إذا كنتوا بلبنان علموا العربي علموا الإسماعيلية علموا الفلسفة اليونانية وخليه يقرأ بالحكمة هو صغير أنا هاكي عملت وما عملت هاكي وضلتني للأربعين لتعلمت كافاتني كثيرا وما قدرت رد على الإشياء الهلق عم نحكي عنها بعض الناس عم بحسوها جديدة مع أنه هي بديهية بديهية ورح قاطع ستني ضال كل هاي الكتب الزكرتة الأربع كتب PDF أنا مسورهم وهي فيها تشوف هذه الكتب وتشوف إذا هل يليق بالعقيدة الدرزية أو لا وهي تحكم نحن كلنا بنقرأ كلنا بنقرأ مع بعضنا وإن شاء الله تكون أنت نور بطريقنا لأننا منحبنا لا لا أنا مش نور ولا شيء أنا عبد شحيح العينين بيقشعش قدامين الموجودين أهم مني في دكتور غازي في ناس لا أنا بس أنا يا أختي اعتبروني حيط عم بحكم هالحيط قيموعة أفكار وما تقيموه أنه هو شو وشو خلفيته هو مين هيا ما نطلع منك يا دروس أنا بسمي حالي الغبي التقي أنا غبي وبالباطنيات تكون غبي وبكتتهور وبكتوقع بمحلات لتعرف الحقائق الدينية هذا كترة الخوف أو كترة أنه واحد نفكر حاله زكي وهذه مشكلة لا الواحد بده يتواضع وبده يدخل وهي الدنيا بتاخدك لمحال بتتاخدك وأشكركم جميعا باركت الله عليكم باركت مولانا الحاكم عليكم جميعا وأنتو يعني الدروس الموحدين منكم إخواتنا في الدين وعلى أمل مع السيد زينا ومع الموجودين أن نحيي اليمين الدرزي ونحكي العقيدة الدرزية ونحارب كل من يحاربنا تحياتي لكم جميعا لوين تحياتك بتحب تسمع الأستاذ فادي شو بده يقوله بدون ما تكونوا زعلانين كرمي لي أنا أنا زعلان من حدا بس ما يعني عندي ما بحب جاد ما أسميها أهل الظاهر يعني في قسم من الموجودين رح يبهم علي في قسم رح ياخد لأنا قلته ويحوره وياخد صورة مبسطة ما رح بهزله بس براسه وبتضحك له بس أنا ما بناقش يعني أنا بناقش بس الباطنين والموحيدين ما بناقش شخص بحسه ظاهري هذا يعني اقتناع مني مش تقليل منه يمكن هو على حق وأنا على باطن بس هذا طريقتي بس أوكي حي تخنس مع رأيه لأنه حكى عن الكثيف واللطيف وهذه من عمق تفضل استاذ فادي استاذ فادي يبدو بعد عن التليفون دكتور غازي تفضل تفضل ما عم يسمعوني جابي زينا لا ما استاذ فادي عم تسمع ست نضال استاذ فادي مساء الخير ست نضال أهلا يا دكتور تفضل كيف تفضل يعني إزا حدي بس بيحكي بدي لطش خمسة طيل كون أنا أصلت على يعني حيبا اوكي اوكي يا عمري طب جابي بتحب تسأل شيء قبل ما نعطي استاذ فادي ست سينة الصراحة أنا 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 مستمع لأنه اللي قاله جد عميق يعني أكبر أكبر من من يعني استوعه إلا من بدي أعود أقرأ ويمكن اللي ينكات اللي بدي يبعث لك إياهم يا رئيسة نضال فيني استحصل عليهم لأنه اللي قاله كتير عميق وكتير يستحق إنه الواحداك يغوز فيه ويطلع عليه أكتر فيمكن ست زينة تقدر بدي يبعث لك أنا تغطي عن ست نضال عندي مداخلة سريعة وبتمنى من الكل يسمعوها مني لأني عم بحكي بصراحة أولا تتحكم بالعقيدة الدرزية مسألة التقية والتقية هي نوع من التغليف للعقيدة العقلانية القديمة النشأة وهي وهذه العقيدة التي تقوم على الأركان الخمس العقل والنفس والكلمة والسابق والتالي نشأتها الفعلية ما قبل الأديان الإبراهيمية السلاس لذلك كل ما يقال عن المرحلة الفاطمية هي جزء من التقية الدرزية لأن أساس الديانة تاريخيا يعود إلى آلاف السنين والدروز أهل العقل يقولون لقد كنتم منذ كان الوجود ويا ليتكم تعلمون فالعقيدة الدرزية العقلانية التوحيدية تعود إلى فكرة التوحيد الأولى وإلى الانبلاج الكوني وإلى انبلاج العقل الكل والعقل يعلو ولا يعلى عليه والدروز يؤمنون بالعقل ولا يؤمنون بما دونه وهذه الصفوة النخبوية التي تؤمن بالعقل وبأدواره هي صفوة نخبوية وأنا كباحثة وكقارئة كما تفضل خي سوبلان قيل أنه أنا على الأربعين لو صلت لهذا التعمق في المعرفة والوعي والبحث وأنا مثله بس أنا كمان مثله منذ الصغر قرأت وبحثت مع أني أنتمي إلى عائلة علمانية مدنية مهاجرة مغتربة غير متعمقة في الدين إلا من باب الحفاظ على التراث الدرزي العقلاني والموروس الدرزي الاجتماعي فإذن مسألة العقيدة الدرزية العقلانية مسألة علمية لأن الدروز أبناء العقل هم حقيقة بنوا المعارف الحكمة أو ما يسمى بالعرفان وهو أعلى درجات الحكمة والمعرفة تتطلب سنوات طويلة من عمر الإنسان كي يصل إلى تفجر ينبيع الوعي ويفهم كل ما ورائيات هذه العقيدة منذ بلاج العقل الكل انتهاء بكافة مراحله وأدواره انتهاء بمرحلة الأديان الإبراهيمية الثلاث الحديثة النشأة وهنا أود أن أشير إلى نقطة عندما نتحدث عن المدرسة العقلانية الدرزية versus الأديان الإبراهيمية السلاس هي تداخلت ودخلت في الأديان السلاس وليس في دين واحد كالإسلام هي تؤمن في المسيحية بأدوار معينة وتؤمن في الإسلام بأدوار معينة وكانت جزءا من اليهودية في أدوار معينة وكانت ما قبلهم وتؤمن بفلاسفة العقل بهرمس الهرامسة بمراحل تاريخية تصل إلى حد علاقة وطيدة بما يسمى أمحتاب مرحلة الفراعن المصر هناك علاقة وجدانية تربط الدروز أهل المعارف بالأهرامات لذلك كل درزة في لبنان أو سوريا أو فلسطين أو الأردن أو في سائر أنحاء العالم يذهب إلى مصر وهو في نفسه يشعر أنه يقوم بزيارة مقدسة للأهرامات لأنه يعتبر أنه سر من أسراره منذ عشرة آلاف سنة وليس منذ نشأة الأديان الإبراهيمية أي منذ سلسة آلاف سنة على اليهودية وألفين سنة على المسيحية وألف وأربعمائة سنة على الإسلام أي منذ عشرة آلاف سنة سره الأساسي وعهده الأساسي على اتباع خطى المدرسة العقلانية موجود في هذا الهرم السري الذي هو سنتر الكرة الأرضية يصل في سنتر الفضاء وبني بأعجوبة عجيبة فوجهة الحج الرئيسية لكل عقلان درزي يوماً ما في حياته يحزم حقيبته ويتوجه إلى الأهرامات السلاس لأنه يدرك أن جزوره الإيمانية والعقائدية تضرب في عمق التاريخ ولأنه يتذكر قول أجداده كنتم منذ كان الوجود ويا ليتكم تعلمون وعندما يتفتح وعيه مثل سوبلان والستنيدال والدكتور غازي يبدأ في البحث في منابع الفلسفة منابع الفلسفة العقلانية علم الأديان المقارن يطلع على كافة المدارس العقائدية يدرس أديان الحضارات العميق القديمة ويقارن كيف تطورت أفكار المعتقدات حتى في أديان الحضارات القديمة في هذا المشرق وهو مهد الديانات والحضارات وصولا إلى شعوب وحضارات أخرى أيضا اعتنقت وانتقلت من فكرة تعدد الآلهة إلى وحدانية الإله وكيف تطور المفهوم الإنساني والإيماني لدى الإنسان إنسان الحضارات القديمة كان مؤمنا تاريخيا الإنسان آمن بكل شيء لذلك الدروز مثل كثير من الناس بيقولوا آمن بالحجر تبرة يعني الإيمان كان مسألة عقائدية واليوم عندما نقول أن المدرسة الدرزية أو الثقافة الدرزية أو العقيدة الدرزية لأنها تتخطى الديانة ليس لها تقوس وانتبهوا معي لكلمة ليس لها تقوس هي تختلف عن الأديان الإبراهيمية السلاسة في مسألة التقص وتختلف أيضا في مسألة الكتاب حتى رسائل الحكمة تسمى رسائل لأن العقل لا يحتويه كتاب ولا كتب ولا مكتبات والعقل لا يوم مقدس لديه كل أيام الأسبوع هي مقدسة وكل لحظة هي مقدسة وكل لحظة بإمكانه أن تكون لحظة عبادة ويناجي الإنسان ربه ولا يوجد أيضا دور عبادة لأنك بإمكانك أن تعبد هذا الخالق خالق الأكوان والسماوات والأرض في أي لحظة في أي مكان قد تكون تحتسل قهوة على رصيف شارع أو قد تكون تقود سيارتك وأنت تناجي ربك أو أنت نائم في سريرك وتضع رأسك على مخدتك وأنت تناجي ربك فموضوع التقس أبعد ما يكون عن المدرسة العقلانية الدرزية التي تعلي كافة مفاهيم العقل والحكمة والعرفان بمعنى المعرفة العميقة وتقوم على فكرة أساسية إلى جانب الأركان الخمس الأساسية على فكرة انتقال الروح لأنها تعتبر أن عملية انتقال الروح هي جزء من التطهر لذلك الدروس يؤمنون بالتقمص ويؤمنون أنهم يموتون ويولدون عند بعضهم البعض وأن هذه النفس في السيركل في اللايف سيركل للروح والنفس تتطهر وتأتي بأدوار قد تكافأ وقد تحاسب وقد تمتحن في أدوار كثيرة إلى أن تتصفى وتتطهر ويقولون أيضا أنه ما حدا بيموت له عند التاني شيء لأنه إلا ما يكون بمرحلة من مراحل الحياة أو بوحدة من هذه الحياتات قد دفع ثمن أو وفى دين أو سدد أي شيء فاتورة عن نفسه وعن روحه لذلك موضوع العقاب عند الدروس في حال سرقة أو أزنبة يا أسادزي أنتو بتعرفوا أنه من سبعين سنة بالقضاء اللبناني ما كان فيه درزة بالحبس ما كان فيه درزة حرامة ما كان فيه درزة قاتل أو مجرم لأن الثقافة الدرزية ثقافة شديدة المحاسبة للذات وشديدة الالتزام بفضائل الأخلاق يعني عندما نقول صدق اللسان وحفظ الإخوان الصدق هو الذي ينجيك من الرزيلة هو الذي ينجيك من السرقة من الشواز والشوز وارتكاب الرذائل وحفظ الإخوان ينجيك من الحروب والفتن ولكن محنة الدروز كانت محنة على المستوى السياسي وكانت محنة على مستوى الاضطهاد والتنكيل لأن الدروز تاريخيا لم يفهموا عقائديا أتت الأديان الإبراهيمية وهي أديان كتب أديان نصوص الدروز أهل العقل وليس أهل النقل فإذا أتت مدرسة دينية تقوم على النص والكتاب والنقل اختلفت مع مدرسة دينية أقدم منها تقوم على العقل والإيمان العمودي العلاقة العمودية في الدروزية لا يوجد تقوص إلا أن محاسبة الزات والالتزام بالفضائل الدروزية وعلى رأسها الصدق ووحدانية الخالق بعلاقة عمودية هي أصعب من موضوع ممارسة التقوص لذلك الدروزي لا يقوم بأي تقس من تقوص الصلاة بالمعنى التقليدي لكلاتسيتي إنما عليه أن يكون أشد البزاماً وأشد تأديباً لنفسه وأشد قصاصاً ومحاسبة لذاته ولنفسه الذي يؤمن أنها ستحاسب فيما لو أخطأ يخشى عقوبات وعقوبة أشد بكثير من عقوبة أن تقوم مثلاً بهذا التقص الديني وربنا رح يسامحك الدرزي موضوع الخطأ عنده كتير كبير لذلك المدرسة الدرزية والثقافة الدرزية الموروسة تقهقرت كثيراً عندما حكمت دروز رؤوس من غير المدرسة العقلانية الدرزية أولاً استهتروا بالعقيدة الدرزية ثانياً لم يفهموها وأنا هنا أعذرهم أعذرهم لأنهم ينتمون إلى الديانة الإسلامية والمذهب السني الحنفي وهم لا يفهمون هذه الديانة فأحياناً احتقروها وأحياناً همشوها وأحياناً شوهوها وأحياناً ازدروها وأحياناً أخرى حاولوا إلغاءها بحجة ما هذه المدرسة العقلانية الدرزية اذهبوا واتبعوا مذهباً آخر وأحياناً يلعبون دور الضد في الداخل الدرزي كما تفضل سوبلان وهذه مسألة مشينة مشينة اجتماعياً ومشينة أخلاقياً ومشينة أيضاً على مستوى الليبرالية الفكرية يعني حتى الدستور اللبناني والإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان يكفل حرية العقيدة والرأي والفكر والدين والمعتقد فأن يكون أحد يتولى المسئولية السياسية للدروز من غير الدروز ولا يؤمن بهذه المدرسة العقائدية أباً عن جد عن حفيد عن حفيد ويأتي ويهمش أو يزدري أو يقول فلتذهب هذه المدرسة إلى التزويب أو يتبعها في مدرسة أخرى ويدعوهم إلى الزمية والتبعية الزمية المقيتة والتبعية المزلة من الطبيعي أن يخرج سوبلان وهو في العقد الرابع من العمر وأن تخرج زينة منصور وأن تخرج سيدة نضال الأحمدية وأن يخرج دكتور غاز المصري في عقود متقدمة من العمر والحكمة والتجربة ونتكلم بهذا الوضوح لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيد من الصمت لأن هذا الاختراق الديني لمدرسة دينية عقائدية جداً محترمة أدى أيضاً إلى اكتساح المسألة السياسية والحقوقية فلاحظوا أين هي المدرسة العقلانية الدرزية اليوم في القعر في الزاوية أين هو العقل الذي يؤمن به الدروز اليوم لم يعد موجوداً أصبحوا يتسترون في التقية المفرطة علماً أن هذه التقية المتأتية من الإبادة والتنكيل والإضطهاد على مدى عقود وقرون من الزمن هذه التقية كان لها أسبابها وليس تقية بمعنى إلغاء الذات والغاء الجوهر والغاء التراث والغاء الموروث ومحوا ثقافة شعب بأكمله فقط لأن الرأس لا ينتمي إلى القاعدة ويريد الرأس أن يقول أنا على هذا الدين الإسلامي أنا مسلم وأنتم دروز فعليكم أن تكونوا إسلاماً هذا ليس بمنطق نحن احترمنا عائلتين لا تنتمي إلى المدرسة العقلانية الدرزية وأكرمناهم وتعاملنا بمنطقة العلمانية والعقلانية ولكن عليهم أن يردوا هذا الجميل الأخلاقي والعقائدي باحترام الآخر وباحترام عقائد بقية المجموعات والجماعات الجماعة الدرزية جماعة موجودة منذ آلافة سنين منذ ما قبل الفاطميين والرواية الفاطمية هي جزء من عملية الاستيطار وأسمح لي أن أؤكد وهذه مساحة مسجلة أن الرواية الفاطمية هي جزء لا يتجزء من عملية الاستيطار لأن المدرسة العقلانية الدرزية كانت منذ كان الوجود ويا ليت أبناء العقل يعلمون وهي تمتد إلى عشرات آلاف السنين ولا يمكن أن أفرح المزيد شكراً وتفضلوا سلم دمك قبل معاتي دكتور غازي وأستاذ آسم أريد أن أسمع أستاذها بلان هل هناك اعتراض على شيء من اللي قالته زينة؟ أنا لست في الأربعين من العمر أنا قلت لو نطرت للأربعين كان فاتني القطار يعني كان ضيعت كتير منه عمري بأفكار خاطئة إذا أنا أرد أن أبقى من جهل ومش أبحث بكتاب الحكمة لحالي بموضوع الفاطمية والإسماعيلية هو انتقاد الإسماعيلية للدرزية فعلياً أنهم قبل أوان الكشف كشفوا لكن الفاطمين الإسماعيليين هم على عقيدة جداً متشابهة مع الدروس حتى الإسماعيلية عند إمام حسن الثاني في قلعة ألموت حتى هو نقض الشريعة الإسلامية وأعلن القيامة والقيامة بالإسماعيلية هي انتهاء شريعة الإسلام الظاهري وبداية الدين الإسماعيلي فالإسماعيلية كان عند هذا التوجه لكن كانت عادة على سنة أكثر أما الدروس هم من حكوا بإذا بدكم الاستنتاجات الواقعية من الإسماعيلية وحتى الكرماني بيرده على الدروس يعني يقول الظاهر ما قاله طعمي بس مفيد وهي كان في تناقضات لأنه هم كانوا كابسين ما شجع الإسماعيلية يعني على أن تتحول أكثر إلى تبشيرية أو أكثر إلى مخاصمة مع الأديان الظاهرية كان حسن الصباح لكن هو كمان ما كان كتير مباشر أما الإجو من بعض منه بألموت وإمام حسن الثاني هو يعني فرجانا إذا بدكم حقيقة العقيدة الإسماعيلية الجوانية فحتى فهذه العقيدة العكسية موجودة عند كتير من الفرق العلويين والإسماعيليين يعني البعض يظن جاهلا أن العلويين يعبدون علي وهذا كلام خاطئ هذه الفرق تتحدث كمان في هرما لحظة العلويين العلويين أنا سامع أحد الأخيار فيهم من النخبويين بيقلي وقت اللي كانوا عنا هون يشرفونا والرجع والرجع بس بيقلي أنه رب السماوات علي رب السماوات هاي أول درجة هاي أول درجة في درجات عديدة مثل ما عند إخوانا المسونيين في عدة درجات في درجة هي عكسية مثل بالفيلم أنت بكون عم تحضر البطل يأتي مشهد ثم أنت بتشوف أنه البطل هو الشرير والشرير هو البطل يعني فيه عكس هذا العكس بيصير في درجات متقدمة أما الدروس بتبلج بصراحة من المرحلة المتقدمة أما الأديان الثاني فيها سلالة صعود الإسماعيلية هكذا يعني الإسماعيلية بدرجة متقدمة يعني فيه نكر للشريعة الظاهرية والقيامة عندهم هي يعني نحر هذه الشريعة فكتاب الكشف الفاطمي والأمور الفاطمية تتوافق مع الدرزية أنا لا أعتبرها أنه هي تمحي العقيدة الدرزية يعني كما ذكر باك تلف هنا بهذه النقطة قليلا مع سيد زين أو حتى بالخيانة ذكر يعني سيدة الحاكم بأمر الله درزان عليها السلام درزان كانت المهندسة الأولى والأعظم بمصر يعني هي عمرت جوامع وعمرت قصر ثم الأندلسي يعني فالفاطمية أعطت حقوق للنساء وكان عندها فكر أبعد بكثير من يعني إذا بدكم الشريعة الظاهرية حيث شهادة المرأة في رجلين ويعني أشياء تقلل من المرأة فهذا الإرث كان موجود قديما لكن الفاطمين عندهم كان تسطر أكثر لحد إمام حسن الثاني عند النظرية الإسماعيلية أو ما يسمى الحشاشين زورا وهم اسمهم الحقيقة الفداوية وهذا نقاش طويل فينا نحكي عنه ببديتش ناخد كثير من وقت الأسعاد زين ناطرين شكرا شفتو يعني النصر بادي قبت ما حدا تتحرك كان دكتور غازي هو اللي رفع إيده قبل قاسم ولا ما بعرف بس السيس قاسم شو رأيك دكتور غازي نعطي أقاسم لأنه أحلم ما يقوله أنه نكره الإسلام ونحنا ضد الإسلام والأخشي حبيبي يعني الحقيقة أتمنى من إدارة أي مساحة من الناس الأحرار اللي ما عندهم أي حاجز أمامهم وأمام العقل والفكر الحر عندما يديرون مساحة أن تكون هذه المساحة منهم خارج الصندوق لأنه ألف سنين ونحن نسمع منهم في الصندوق وخاصة آخر 30-40 سنين هم يكررون نفس الكلام أنا الأوان لنسمع شيء جديد لنسمع شيء يحاكي المنطق ويحاكي العقل يكفينا التكلم من خلال حشوات التقية وحشوات الخوف وحشوات الرعب أنا الأوان لنتكلم بكل حرية وخاصة نحن اليوم نعيش في ظرب وزمن كل العالم يخرج من النصوص إلى العقل إلى الإبداع إلى الإنتاج إلى البحث إلى الشكل بكل نص إن كان مقدساً أو غير مقدساً إذن من هم في الصندوق شبعوا حكي وشبعوا خطبات أو شبعونا حكي وخطبات أنا أفضل أن يتكلم من هم خارج الصندوق واحد اثنين دائماً يعني نحاول نحن أن نتخطي أولاً لا يوجد شيء موسق عن الدروس والسبب نحن نعرف الغذوات أتت على كل الوسائق وكل ما كان ممكن أن يكون ليس فقط عن الدروس بس عن آخرين وبعض البقايا ذهب إلى الغرب يعني من من وسائق ومن معلومات ومن كتب ومن مخطوطات ومن حجريات وإلى آخر لذلك نرى أن حتى عندما يتكلمون الدروس الأحرار نرىهم يتكرمون من خلال قراءات مختلفة أكيد هذه القراءات قائمة على بحث بما يتيصر من معلومات وأيضاً قائمة على تراث نحن عشناه للأسف الجيل الجديد لا يعيشه يعني جيل الأربعين وبعد الأربعين لا يعيشه أولاً أحب أن تقول يا مولاي العقل نحن تربينا إن في الصراء أو ضراء بالمنحة أو الوحيش بالنجاح أو بالفشل دائماً نقول يا مولاي العقل لا مولاي محمد لا مولاي يسوع لا مولاي إبراهيم ولا أي مولاي آخر إلا العقل لأنه العقل فقط هو الذي يكون معك في أي حالة من الحالات هذا من الطرور دكتور غازي أنا أقولي عذراً دك مهنع الشيء لا لا هذه صارت عندنا عادل أنه كانوا بياتنا وشدودنا يقولوا أحياناً في سبيل المزح وأنا متذكرها وكانوا يقولوا أن كان يا عذرا أو يا محمد أو إلى آخر في سبيل المزح ولكن عندي شدة وعند ما تلاقي أنا كنت إذا أجي من المدرسة ويكون جايب علامات منيحة كان ستبطل يا مولاي العقل الله يحفظها يعني خلينا هذا بالطراث ولكن خلينا نحكي بما كتب عن الدروس عندما كتب عن الدروس وحتى كمال جنبلات كتب وقد كشفت الدعوة في العهد الفاطئ لم يقل لقد نشأت الدعوة في العهد الفاطئ ولو كان الدروس كما السياسيين أيامنا اليوم يريدون أن يجعلوا من الدروس ملحق وكما أخواتنا المسلمين دائما حاولوا تحجيم المدرسة الدرزية وحتى المذهب الدرزي حتى اللي من يعتبروا أن يقولوا أنهم يخرجوا من الإسماعيلية مع العلم العكس العكس تماما الإسماعيلية خرجت من المدرسة الدرزية إذا الجميع الجميع يحاول تحجيم هذه المدرسة أو هذا المذهب يعني أنا بعتذر عن قول مذهب لأنه مدرسة لأنه لم يطرحوا الدروس نفسهم أبداً لا دين ولا مذهب أبداً حولوهم إلى مذهب كي يسيطروا عليهم كي يجعلوهم يعيشون في التقليد لو كانت دروس مسلمين لو خرجوا من الإسلام لماذا يختاروا الاستطار بالمألوف لم يختاروا العودة إلى الأصول لماذا لم يختاروا العودة إلى الكتاب الذي وحد جميع المذاهب الإسلامية لماذا لم يختاروا الصلوات ذاتها ونحن نعرف حتى قبل الطائف كانت دروس في لبنان وصلاةهم على الميت على الشكل الثاني لا إله إلا الله دائم وباقي وجه الله لم يأتوا على ذكر الله محمد ولا أي إنسان آخر إلا بعد الطائف بدأت هذه الثقافة تنتشر وأنا أسمح لي أن أتهم بأنه بعد الطائف هناك البعض دخله في موضوع أسلمت الدروس لأسباب خاصة قد تكون وأنا يعني ليس لدي أسباب ولكن ما أراه اليوم أراه أنه يدخل في هذا المدمار وخاصة أنه منذ سبع سنوات تم إلغاء كل الأدبات الدروسية التي عاش عليها الدروس وأنا أقول في المجالس ألف سنة وطم استبدالها بأدبيات من الأزهر وهذا حتى مشايخ الدروس بعض منهم الذين هم خارج السندوق استغربوا هذا الأمر لماذا هذا الاستبدال ولماذا أصبحت الأدبيات والمنشورات تأتي مركزيا من المجلس المذهبي وليس من أي مكان آخر ممنوع ينقرأ بأي مجلس وعلى فكرة الدروس الوحيدين اللي ما بيسموه مطرح ما بيجتمعه ما بيسموه معبج بيسموه مجلس لأن العبادة مثل ما كانت الدكتورة زينة بنظرهم ليست بالضرورة أن يكون في مكان محدد وزمان محدد وثم لدى الدروس حقيقة وقد يعني البعض ينتقدني لأنه أنا قلت أنه في عنا قراءات مختلفة بسبب غياب الوسائق بسبب أن الدروس لم يتجرأوا أن يكتبوا طريقهم الحقيقي ولم يتجرأوا أن يقوموا ببحث حقيقي عن أصول هذه الدعوة بعض المؤرخين ومنهم روس ومنهم يهود ومنهم حتى مسلمين ولكن مبنوعين من الناشط يقولون البعض يقول أن الدروس قبل الإسلام البعض يقولون أن الدروس قبل المسيحية ولكن بعد اليهودي البعض ولكن الأغلبية مفروض أن تكتب كما يملي عليها المنتصر لأنه نحن لحد اليوم ست نظار لم نتعرف على نخبة ليست ممثل السلطة كل المؤرخين الذين كتبوا كانوا ممثلين السلطة ولحد اليوم هم ممثلين السلطة ومنهم أيضا من كتب تاريخ لبنان يعني ومنهم صليبي وغير صليبي لذلك لحد اليوم شعوبنا عاجزة أن تفرز نخبة حرة بكل سعيد الوطن المعرفة لذلك نحن نعود إلى شيء مهم جدا إذا أردنا أن نعدد اختلافات بين الدرزية والإسلام وأنا أقول اسمنا درزية وأفتخر بهذا الاسم اعتمادا على مصدر هذا الاسم وحتى بني معروف هو ليس اسمنا اسمنا بني المعارف أو بني بني الإرفان وتم تحويل هذا الاسم فقط كي يستطيعوا أن يملوا علينا ما يريدينه هون مناسبا لنا ولكن هناك شيء مهم جدا أيضا إذا كنا الدرز هم فاطنيون بعد موت الحاكم والحاكم كان معروف أنه سمح للدرز بأن يبشروا بعد موت الحاكم لماذا تم دبح الدرز دي غري تاني يوم وتتالت هذه الأمور بعدها من عدة خلفاء والآخرة يعني فيه شيء اسمه منطق بغض النظر عن السردية التاريخية هل هذه السردية التاريخية فتطابق مع التراث الذي تورسوه أجدادنا من أجدادهم من أجدادهم من أجدادهم أقل لو هايك في وقت هناك غياب تام لكل وثيقة ولكل بحث نعم عم سمعني حياتي هل بتعتقده كمان بحب سبلان بتعتقد وريد بايك إيه لها الشيء على الجزيرة لأنه خايف علينا بلك هذا التبرير هذا التبرير كان دائما موجود لا والله ما أبرر أنا معروف أنه ضده بس أنه كمان يعني بقدر بفهم إشي عم بيقولها عم بس ألك لألك أنت عم بتقول نحن دبحنا مضبوط في أحد بعتقد بحلب خمسين ألف دبحونه صح؟ وفي شيء اسمه معركة سوفر من محية من كل البوجل عم نحاول لقي الكتاب للأصل نحن دبحنا على هاية القاعدة هل بتعتقد وليد بايك عنده معلومات وخايف علينا لأنه هلأ صار فيه تطرف ديني كبير عند الديانات الكبرى وكنت عم بشوف حضرتك المسيرات اللي عم بيصير بأوروبا وبأمريكا من الكاتليك من البروتستانت اللي نصف أمريكا وبكير بحبسه بلان والموجودين يردوا علي شو قولك دكتور ونحكي بس بلطف لأنه يعني أكيد بلطف يعني أكيد بلطف نحن دائما نبرر لأي زعي يحاول أسلمتنا أو لأي شيخ يحاول أسلمتنا كدروس نبرر بأنه خوف علينا أول شيء لا خوف علينا تانيا الدروس لا يتعدون لا على أيدي ولا أيها هم يحترمون جميع الأديان وهم لا يريدون أن ينزعوا السلطة من أي متدير ولا أي شيء وأنت تعرفين تاريخيا الدروس لم يصعلوا السلطة الدروس تعرضوا للمدابي حتى من العثمانيين يعني ما بعرف لاش من ذكرتيهم يعني 350 وقت لم يكنوا كثيرا والمماليك أيضا في لبنان ما قصروا مع الدروس وصراحة الدين الأيوبي ما قصر مع الدروس في مصر وإلى آخر يعني ما حد يقصر معهم كانوا لأن الدروس لا يؤمنوا بالناس كان يجب أن نتخلص منهم بشكل هذا ولم يستطيع أنا لسه ضد أن يكون الدرزي مسلما أن يصبح مسيحيا هذا خيار شخصي فردي هو له الحق أنا ضد زويد الثقافة ضد زويد المدرسي أنا ضد زويد الإسلام ضد زويد المسيحي ضد زويد الأزيدي ضد زويد أي ثقافة لأنه نحن كدروز ننظر إلى كل هذه الأجهال الثقافات مثل ثقافة فورتير مثل ثقافة نتشا وغيرهم نحن نرى كل من أبدع عقليا هو رسول ولا نؤمن بختم النبوة لسبب واحد لأن نؤمن بالعقل والعقل لا يمكن أن يخلق يعني الخالق لا يستطيع أن يخلق يعني إنسان بلا عقل لذلك نحن هذا الموضوع لا نؤمن به لأن النبوة هي من العقل النبوة التي يعتبرها الناس كلها هي إله من الله إذن هذا العقل هو صريقة المصعفة هو وسيلة التواصل مع العقل كله ويقال ويكتمل الإنسان ويصبح بالفعل أنه نبيا عندما يتكامل عقله الفاردي مع العقل كله إذن لا يمكن أن صباح لما بيوفقك على هذا الكلام كان حكا يمكن كنت معا تسمعنا دكتور غازي خليك معنا شوي استاذ قاسم استاذ قاسم استفضل لا بس ممكن تعليق ما عندي كتير وقت لأن بموضوع التقية هل وليت جميلات خيفة علينا لك عم بيقول ما هي أهل السوادة كانوا متقين وعملت داعش فيهم المجزرة أهل الإدلب حتى صار يقولوا نحن مسلمين مشوا دروز وتقتلوا في منهم عم بيصلوا بالجامع صارت إسلامية يفوتوا يقوسوا عليهم بل يوم حدا يعمل رسائل الحكمة بطلع له 15 لينك على رسائل الحكمة المزبوطين فاليوم ناشت خبه وراء إصبوعنا في هذا نحن هل لك مش مثل أيام أمير السيد عليه السلام نحن هل لك في عصرنا هذا علينا أن نتأقلم مع هذا العصر السطر ما هو إرث شفاء يعني ما هو كتب شرح لا تزال سرية أما يعني هل يؤقل أن الإنسان يطبق شروط سرية على كتاب هو عم يحكو فيه يعني بيثوره بالجزيرة بيثوره الحكمة المكتوب بيخط اليد على الجزيرة في أبحاث عنه موجود في متاحف عالمية في كتب عنه من ظاهريين هل بيعملوا حاله أن هن بحثين في العقيدة وهن يعني هو غير مخول أن يتكلم في عقيدته أساساً بيكون قد ما هو ظاهري وقال عم يحكي عن الدروس في منهم قثر وبيكون لا عنده لا دراسة باطنية ولا غيرها ويغرب واحد بيكشفه فهو يعني طب أنه خلي عدائنا يحكو ونحن نسكت ونحن عمنا شي سري السري الذي يبقى سري نسطر عليه هو الذي هو مكشوف وصار متداول نتكلم فيه لكن نتكلم فيه لتصحيح التشويه الذي يقوم فيه الظاهرين يعني هنا الفرق أما اختلافاتي مع الأستاذ غازي المصري هو يمين على الفلسفة التجريدية يعني وأنا أختلف أنه نحن أنا حسب فهمي لرسال إخوان الصفا وحسب فهمي لرسال موحدين الدروس نحن نبعد عن شيء اسمه مجرد أنه كل صاحب حكمي هو من يعني من يعني من أسياد الدروس هذا خطر يعني في أصحاب حكمي يمكن رجال أخيار لكن ليسوا من الموحدين الدروس عنا العقل يظهر في الأول وهو من يأتي في الأدوار والأكوار فعندي خلاف على بعض التفاصيل مع الأستاذ غازي لكن أحترمه وما قاله مئة بالماء صحيح عند أسلمة الدروس وتشويح المدرسة الدرزية خلص نحن صورنا مليون درزة ما بين فلسطين ولبنان وسوريا والأردن وعننا جليات كبيرة بره مثل البهائي فينا نأسس مؤسسات هون يعني بلبنان وفينا نأسس مؤسسات بره وفينا نحكي بهويتنا لشو خايفين ما عنا جبل بيحمينا ونحن رجال نحن مش سيصان أو كاسات رزب حليب تتكسر ما بيسمح لك ما بيسمح لك اسم أشكار بغرار عم تتكسر تعبير يعني نحن رجال ونحن نساء نساء الحق يعني نساء بيوفوا مع الحق مثل الست نسب مثل غير نسب فنحن يعني مش مضطرين الزعيم يحمينا ولا انو هذا لو ما زعيم انت ما كنت من هو هو يعني يعني أقل درزي اليوم معه شهايد متعلم متفقف بس علينا ما نلتهي بقضايا خارجية يعني نحن في لبنان شو خصنا بفلسطين نحن في لبنان شو خصنا بأوكرانيا وبكوبا نحن علينا أن نهتم بتنمية محلية وعن نعزز اليمين اليمين يبني المؤسسات واليسار يدمر المؤسسات بس اليسار يكون نافع حين يكون هناك رقن هالك ليدمره نحن ما عندنا مؤسسات كمال جملات لم يبني أي مؤسسة لا بيني جامعة ولا مدرسة مرتبة المسيحيين في السبعينات كانوا عندهم مدارس نحن عم نطار كدروز نتعلم عندهم لأنه كمال جملات مش عامل شي يعني وزع كالأراضي الزراعية ما وزع أجرها وأخدها رجع بس غير هايك شو عمين يعني ما في أي مشروع دوال قبل شمون أربعين سنة واعد كمال جملات يوصعه لحزب تقدم الشراكة مش قدر يوصعه يعني بتحسيه برجئي بالفوق يعني يعني هو حزب الهاء الدروز وانتقاد بس أنه اليساري بحط أصبعه على الآخرين لموارني إسرائيل أمريكا بس تع عمون شي تع ابني ما عم بيعمل شي ما في قلة وعي فحتى العودة إلى الدرزية ليش مهمة لأنه الدرزي رسائل لدروز ومشيخ دروز الأفاضل مثل الشيخ عمين عريدي الله يوجه له الخير ويتويله بعمره وعمين الصايق وغيرهم شو بيقولوا بيقولوا في بابان إرادة باب إرادة بشرية وباب إرادة إلهية الدرزية قائمة على فكرة دولة أفلطون شروحة كتاب دولة أفلطون تدرس في الحكمة تدرس في المجالس تدرس يعني بكل شي علينا أن نبدي نحن الوطن المثالي مش أن ننتظر أحد يصعفنا فنحن فلسفة الفعل مش فلسفة التجريد وإبعاد التجريد مثل كمال جنبلات عم يجرب يبتعد من العالم العالم كله ماية وشيطان هو عم يجرب يتجرد نحن لا نحن علينا أن نصلح العالم وحتى في الصوفية عند معلم الإشراق سهر ورد المقتول الذي قتله صلاح الدين الأيوب لعنه الله سهر ورد المقتول عنده برسالة الطير وبرسالة الغربة الغريبة يقول يعني نفس نفس القصة مذكورة بشكلين مختلفين بس فحوى الرسالة أنه يتدرج ويصعد عند الله هو كان كمان على الفلسفة التجريدية بس عنده اختلاف حين يقابل الله أو يقابل العقل الأول تحت الله بفلسفة الفايد عند إبن سينة والعقل الأول عند إبن سينة يظهر في صورة فاحتجابه كما ظهوره فيقول له السهر وردي باقي بس أغلال باقي بس سلاسل على قدمي فأرجوك حررني منهم بقول له الملك بقول له من وضعها هو من يزيلها ارجع إلى عالمك وثم تعه ارجع إلى ما يسمى السجن السجن الغربي شو معناته اذهب إلى عالم المادة وحرر قومك وحرر ناسك من ما هم عليه وثم تعالى عندي اوه يعني يعني بس لحظة هون كتير بهالحالي عم بتقول ما بين التجريد والطريقة اللي عم تشرحها انت عم بتقول نحنا نمشي يعني مثل ما عامل سيد المسيح نزل بنقومه واشتغل سيد يسوع المسيح يختلف لأنه وعد في قدوم آخر في السيف يحقق فيه مملكة وبعض المسيحين يقولون أنها ليست مملكة على الأرض نحن نتحدث في جنة على الأرض مفهوم جنة على الأرض موجود عند أفلاطون موجود في فكرة أتلانتس نعم موجود عند المصريين القدماء المهني عملوا مصر جنة وكان الفرعون ممثل عن الله يقال له في أثناء حكمه بحورس وعندما ماته بأوزريس نعم أحلاك وشو بنحب نسمع لك أستاذ سبلان صد الأستاذ آسم شكراً لك موجودة على موقع مشيخة طائفة موحدين الدروز الرسمي بالجمهورية اللبنانية بتقول باسمه تعالى رسالة إلى أبناء طائفة موحدين الدروز أينما وجدوا إن الشيخ عقل طائفة موحدين الدروز الشيخ العين حسن يهدي إلى أبناء الطائفة الكريمة أينما وجدوا أزكى التحية والسلام ويرجو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه ويجنبنا نواهيه ويعاملنا بالمتسامحة والغفران إنه كريم منان أما بعد مع الاعتراف بالعجز والتقصير في كل وقت وأوان فإنه من دواعي الخدمة وواجب المسؤولية أن نتوجه إلى أبنائنا بهذه الصفحة التي أسميناها معارف توحيدية نأمل أن تنال الإحسان حيث يشارك بإعدادها عدد من المثقفين الذين لم يرغبوا بذكر أسمائهم تواضعاً منهم لكنهم منا معروفون ولهم جزيلة الآجري والثوار ولا بد من توضيح وتصريح إذا في أحد يتكلم أنا ما نسامع حضرتك أستاذ عيسى بدك تنزل وتطلع لأنه أنت اللي عندك مشكلة عم تسمعني تفضل إلى الأعلى تكتسب بطريقتين أولهما الإيمان وهو أسهلها وثانهما التبحر في العلوم الفلسفية الصحيحة والمعلوم أن المتفلسفين كثر أو تكثر منهم الآراء ومن الصعب الوصول إلى نتيجة واحدة بل تتناقض مذاهبهم في استنباط الأمور الإلهية على طريقة العلماء وأن مشيخة العقل في مسيرتها الجديدة تريد أن تعمل بقوله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استيضاء بنور العقل وهدايته وبالتالي البحث في آداب الدين والتمييز بين الحلال والحرام والطرق المؤدية إلى مسلك التوحيد لأنه لا يستطيع الإنسان أن يرتقي به أن يرتقي إلى الأعلى من دون هذه القواعد ملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله وأنبيائه رافضين رفضا قاطعا كل التفسيرات والتأويلات والمؤلفات التي تتناقض مع معارفنا التوحيدية والله ولي التوفيق متحد في الاسم والتوقيع هذه الرسالة وكل الرسائل التانية وكل البيانات التي تصدر بالعادي عن مشيخة العقل إن كان الشيخ نعيم حسن أو الشيخ بهجة غيث أو الشيخ أي شيخ كان شيخ عقل الأساس للأسف وأنت بتعرف ما بعرف أنت ما بتعرف أنه الشيخ يعين وهذه غلط وفيه انقسام كبير الأستاذ سوبلان تفضل رد على الأستاذ بعد مساء الخريص تفضل السؤال الأول لماذا دائما بكل البيانات التي تصدر عن مشيخة العقل إن كان في سوريا وإن كان في لبنان وإن كان في فلسطين اللي قال الأخ أنه لا تعنيها دائما يعني اتخذ المثل بآيات من القرآن الكريم وتبدأ بالبسملة اللي هي بالأداب الإسلامي الصحيح الشغلة الثانية الأسئلة اللي بدأ أسألها من هم أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد بن عمرو وعمار بن ياسر وليش هل هي صدفي أنه هود الصحابة الأجلاء هم نفسهم اللي يعترفوا فيهم المسلمين الشيعة أنهم الصحابة الأجلاء كمان وسؤال الأخير عن الحدود الخمسة وما علاقتها بأنبياء أولي العزم وعن سيدنا المسيح هل صلب أو رفع إلى السماء شكرا تحياتي إليك صديقي سألت أسئلة كثيرة رح أحاول رد عليها بشكل وجيز القرآن الكريم نعترف أن فيه حكمة روحانية لأن من تأثير سلمان الفارسي على الرسول محمد وفي هناك حديث للسيدة عائشة تقول أن سلمان الفارسي كان يقضي ليالي مع الرسول محمد فنعتبر أن فيه حكمة باطنية داخل القرآن لكن ندرس القرآن بشكل عقلاني ولا نأخذ في بعض ظواهر النص فمن الطبيع أن يكون يتكلم شيخ درزي ويذكر آياتنا القرآن الكريم فأما سلمان الفارسي وأبو الظر وغيرهم نحن فعلا نعتبر أنهم ظهورات لأسياد الدرزية لكن الديانة الديانة الاثنعشرية الشائية الذي لا يتحدث فيها أحد رغم أنها تقال شفاهيا وبعض الناس عم يتحدثوا فيها ورغم أنها موجودة في بعض الكتب هي تنص أن علي ومحمد هم شخص واحد يعني هم ظهورين لنور واحد انقسم فيهم وهذا حتى في كتاب الخصال فهذه الفكرة ليست موجودة عندنا يعني ما عندنا توارد النور في علي ومحمد في الأدوار والأكوار لكن الجزء الأكبر من الألفان الشيعية يقول لا يقر أنه النور كان يلعب دوران في محمد وعلي في الظاهر والباطن نحن نرفض الظاهر والباطن نرفض هذه الفكرة فعندنا اختلاف جوهري مع الشيعة لكن هناك تقارب لماذا التقارب أساسا الاثنعشرية الشيعية هي خرجت من ما يسمى غلات ولم يخرج الغلات منها كما تقول وممكن أن تسدل في كتاب الفاطمة كتاب الكشف وترى هذا بوضوح أفكار الشيعة القدماء كانت أقرب إلى الموحدين الدروس والإسماعاليين وثم الفقه حولها وغيرها وهذا موضوع طويل أما سيد المسيح فهناك وهل صلب العقيدة الدرسية كما الإسلام لا تدابن فكرة لا تدابن فكرة الخلاص عبر الصلب لكن عندنا هناك شخص يقتل يعني هناك شخص فعلا يقتل لكن نحن نعتبر أن هناك في مسيحين مسيح أتى لاحقا ومسيح أتى سابقا حين نتكلم في سيد المسيح ما في اسم واضح في رسائل الحكمة عن ما هي هذا الشخص لكن نستدل في أقوال من الإنجيل وأسيادنا حتى ظهرت في الإنجيل فيما يسمى الشم عدام فلكن يعني فنحن الإسلام فقط يذكر اسم المسيح وبعض قصصه كما القرآن فقط يذكر النبي إدريس في آياتين يعني يقول عنه رجل صالح بس ما بيقول شو عمل وشو أفكاره نحن لا نحن نستدل في الإنجيل وفي آيات سيدنا من المسيح عليه السلام في الإنجيل فنعتبر أن أحد المسيحين هو العقل الكل وهو أعطى العقيدة الصحيحة وهناك الناطق الأول أعطى عقيدة للعامة فكمان إذا تعمق في الباطنية المسيحية برأينا أنه سوف تصل للاستنتاج الدرزي وفي باطنيين مسيحيين مثل الرودلف شتاينر وصل لشيء شوية قريب من الدروز لكن هذا يتطلب موضوع آخر فهذا رد وجهز على بعض الأسئلة أستاذ عيسا تفضل يسعد مساكم أهلا أهلا أستاذ عيسا تفضل يعطيكم العافية أهلا بكل اللي يشرفون تفضل الله يعطيك العافية والله أنا فعلا أنا مهتم بهال العقائد والمذاهب وللأمان لما شفت يعني موضوع الفكر الدرزي ويعني حبيت أني أسمع وأعرف يعني بعض الحقائق لأنه كثيرا من العقائد فعلا مثل ما قلتم أنها تمارس التقية بحيث ما أنا أعتقد أن التقية ضد الحرية يعني ضد حرية الفكر لما يكون عندك أفكار عندك عقائد معينة يجب أن تناقشها علنا بغض النظر عن يعني اتفاق الآخرين أو اعتراضهم عليهم فالحاصل أنه أنا الآن سمعت بعض المتحدثين فيتكلمون عن أن العقل هو المصدر أو هو الأساس في فكر الدرزي أساس عيسا بس حتى ننتبه نحنا ما منقول العقل طبعا بين بعضنا منقول العقل بس نحنا منعرف أنه هو العقل الكلي أي الله مش العقل البشري الصغير العقل الكلي متبر هذا الكون يعني هو من حدود الله وليس الله هو من حدود الله هو الآن الحين الفرقة الدروز يعتبرون أنفسهم من السنة من الإسلام طبعا من دائرة الإسلام بالتأكيد لكن يعتبرون أنفسهم من على أي أو مستقلين عن السنة طبعا فيها الفكر الشيعي والسني والدول والدول يعتبر مستقل نعم مستقل فدل سيد سبالان رح يرد عليك نعم طيب بس بكمل نقول أنه الديانات الإبراهيمية كلها تؤمن بأن هناك الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وأرسل كتب ويؤمنون اتباع هذه الديانات بهذه الكتب وبهذه الأنبياء نحن كمسلمين طبعا نؤمن بعيسى وموسى وكل الأنبياء الله سبحانه وتعالى فيهم من لم يذكر عندنا في القرآن الهدف الهدف أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع نظام لكل أمة في العبادة في السلوك في كل شيء في القيم وبالتالي وبالتالي آخر الديانات طبعا الديانة الإسلام كما هو معروف والله الكلام الكثير أنا فيه أسئلة مرت على بالي من متداخلات المتحدثين لكن صعب أني أوجزها في سؤال أو سؤالية معك رح يجاوب سبلان تفضل حين ف أتفضل أنت سمعت سوادي في البداية أنه هل هم ضمن ضمن دائرة السنة أم دي مستقل هو الأديان الباطنية عادة بالظاهر يعني تلتحك في جماعات تلبسها كسطار لكن هي بالداخل بالعقدة الجوانية تعتبر حالها ديانة مستقلة يعني رسال الحكمة تعتبر الدين الدرزي ديانة مستقلة ليست طائفة ونفس الشيء عند العلويين هناك مبدأ اسمه التغربة يعني أن تغرب نفسك عن باقي الأديان وحتى عن إخواتنا المصونيين رغم أنهم يعني يدخلهم مسيحيين ومسلمين ويقولون ويخصصون بعض درجات لمن هو من خلفية مسلمة كما درجات نبلاء العرب ومن هو من خلفية مسيحية لكن تصل مرحلة العكسية ومرحلة التغربة وتتغرب من كل الأديان غير ديانة المصونية وغير صحيح أنهم فقط بيحكوا سياسة ما بيحكوا دين وغير صحيح هم بيحكوا دين وسياسة يعني هم فرقة دينية وسياسية فهذا من الباب الأول أما أكيد نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى لكن نحن نعتبر أن الله لا يحتاج وسيط يعني لا يحتاج نطقاء وأنبياء أن الله ما بيحتاج كتاب ليتوسط لفكره لكن هو يظهر في أقرب شيء يشبه الإنسان ويؤانس الإنسان وهو صورة تشبه للإنسان على أنها صورة إنسان فنحن يعني نحن عندنا الاتصال المباشر مع الله وهذه الفكرة موجودة في ديانات تانية مثلا الفرقة المصنية تفسر ثلاث طبقات للأديان ويقال أن الظاهريين وهم في الإسلام أهل الصنة والجماعة هم خارج المعبد يعني هم يهتمون في الطقوس لأنه خارج معبد سليمان قديما كانت تقدم الزبائح فهم أهل العام هم الذين يختصون في الشريعة وفي النصوص النقل وفي داخل المعبد هناك من يبحث في الأسرار وهم الباطنيين أو الكهنوت لكن بيضيعوا بالمعبد يعني بيشار بيشوفوا غيات العائمة وبيضيعوا وهناك فرقة تدخل قدس الأكداس أو الغرفة الصغيرة في معبد سليمان وأي هي الفرقة التي تحصد التواصل المباشر مع الله حين يظهر الله القليل القليل منه كما يظهر ظفر منه فهذه الفرق تسمى عند الدروز أنهم فرقة توحيدية وعند المصنونين يعتبرون أن المصنونين هؤلاء الفرقة وفي بعض الغنوصين يعتبرون أن الغنوصية هذه الفرقة لكن هي فكر متشارك لكن أكيد الفرقة المصنونية هي من قدمت إلى بلاد الشام وهي من تأثرت في الصفية ففكرة المجالس التي ذكرها دكتور غازي موجودة عند الصفيين اللوج أو المجلس أخذوا المصنونين وعملوا مجلس وفي بعض الفرقة المصنونية مثل حراس المعبد يقولون هم أن ميثاقهم حتى أخذ عن ميثاق الدروز ويعني تأثروا في الدروز ولهاكي هرطقوا ضد الكنيسة لأنهم اقتنعوا ببعض الأفكار الصفية والدرزية التي تناقض المسيحة الظاهرية والكنيسة الظالمة فنفس المبدأ عنا ثلاث طبقات أديان هناك تنزيل وهناك تأويل وهناك توحيد وهذا الديالكتك تبع الفيلسوف هيجل حديثا يعني عندك طرح وطرح نقيد وطرح ثالث أو خلاصة ينقض الاثنين لا يساون بينهم لكن ينقضهم تماما ويأتي فيه جديد يعني إذا عندك الطرح الرئيس المالية طرح النقيد الشيوعية بعد اليوم مع أنه طرح ثالث يعني طرح لا يساون بين الشيوعية ورئيس المالية لكن ينقضهم تماما إلا بعض المفكرين يعني يقولون أن الأنارقية هي الطرح الثالث بس ما فيك تقول مثلا نظام ديمقراطي اشتراكي هو طرح ثالث لا أنه هو يساون بين الاثنين بدك شيء ينقض الاثنين تماما فهذه الفكرة موجودة عند الدروز يعني فنعتبر أنه يعني كما يقولون الإسماعيليين الله أرسل النطقاء أو الأنبياء ليعطي الشريعة للبشر ويقولون الإسماعيليين أن الله أرسل الأئمة كيفسر الشريعة يعني من لا يعرف إمام زمانه لا يكون مؤمن بين المؤمنين ما هي الطبقة التي تسمى عند الإسماعيليين أما نحن يعني نقول أكثر فنقول لا يعني لا النطقاء ولا الأئمة المذكورين لكن الله تعالى يظهر في طيف معين يتحج في عالم المادة يمر كما الحلم وله حدود تتجلى في الأدوار والأكوار في شخصيات وتحصد من خلالها اتصال مباشر مع العقيدة الحقيقية وهذا رضي تحياتي اسمحي بس اسمحي لي استفادة بس أخ أخ أنا أقول أنه حسما قاد الماسون هم البناءون الأحرار صحيح وظهرت نتيجة رفضها أو عدم قبولها لتعاريم الكنيسة سواء اليهودية أو النصرانية لذلك البناءون الأحرار هم الماسون صحيح غير دينيين يعني نهائيا هم اتجاه الحال لا 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 هم دينيين صديقي هم حتى بافومت ما يسمى معبودهم اسمه مركب من اسم محمد بالفرنسية مهومت مهومت بافومت هم لتضربهم مع الكنيسة الظاهرية اعتنقوا كل شيء رفضته الكنيسة فتقربوا من الإسلام والصفية عندهم حركات شبيهة في الإسلام والصفية بالمصونية من حركات اليدين من رحفوض بالأسرار حتى أخذوا في الخيمياء الذي منعته الكنيسة والتنجيم نوعا ما الذي هو مقبول ومرفوض في المسيحية يعني في السحر في كثير من أشياء في العقائد الغنوسية تعمقوا فيها لكن هم يؤمنون بالله يعني هم فرقة دينية لا تنكر الله حتى عندهم سيد المسيح لكن أقرب إلى الفكر الغنوسي فيخالفون الكنيسة ويعادون في منهم فرق تعادي بطرس لأنه يعتبر بطرس ممثل الكنيسة الظاهرية نعم بدي بدي اسألك سؤال قبل بنسكر وأكيد بنعمل لقاءات تانية لنفهم أكتر إذا بالطريقة اللي عم تحكي فيها وطبعا إذا فتحنا الكتب بننقرأ مش عم بيحكي عني وعنك عن العامة من الناس ما حدا بيفهم شو تفسيرك لهذا يعني نحنا هلأ بزمن أنجأ نعرف نحفظ الباسورد وفهمك كيف يبقى يا زمن عايشين طب كيف أنا نكون موحدين نذكر ربنا إلا إذا اعتمدنا البساطة اللي اعتمدت ديانتين المسيحي أنا اللي أعترف باليهودية المسيحية والإسلامية اللي أعترف باليهودية اللي قال لك لا لأنه حسب ما قدموا حالهم أنا بعرف أنه في خمس كتب عند اليهودية ولا قدي الحقيقة قدي الحقيقة سابلان خمسة رايت ما هو حسب يعني شو بتعدي لأنه هني اليهود عندهم خلط يعني مثلا ما هذا اللي بدي أقول لك أنه عندهم في كتب قديمة في كتب قديمة دخلوها مثلا في إكزودس مثلا وأنه في 28 سفر كتبوا حقامات فنحنا ما بقى نصدقهم لأنه ضيعوا حالهم وضيعوا بعدنا نعرف أي سفر هو الصحيح اليهودية موضوعها طويل لكن الواضح أنه في كثير من الكذب حوال مصر موسى لم يكن في مصر وفي إلههم كان كأنه معبوض عربي من مديان يهوى وغير صحيح أنه كان في يهوى ضد العجل مثلا في هذه القصة العجل الذهبي هو المملكة الشمالية الإسرائيلية كانت ترمز إلى يهوى في العجل أما الجنوبية لم تكن ترمز بهذا فحين انتصلت الجنوبية ألفوا هذه قصة موسى والعجل الذهبي حتى يقللوا من هائفة في كثير تزوير وكذب عند الديانة اليهودية لكن اليهود امتيازهم أنهم بالفرق الباطنية تبعهم من الكبالة وغيرها أنهم أخذوا أفضل الأشياء من كل ديانة يعني الكبالة الكبالة الموجودة حاليا هي تأثر إسباني في السوفية فعاتوا نماذج جديدة لأفكار هي موجودة عند الصوفيين يعني العشرة سفروا هنا نفس عشر عقول أريستو الذي نجدهم عند إخوان الصفة وخلان الوافة بالعشر أفلاك ونجدهم بكتب أريستو فعندهم انتقاء لبعض الأمور لكن تشبعوا بالحضارات يعني من حضارة بابل من حضارة مصر القديمة لكن زعموا أنهم من دنوا الإهرامات وهذا كلام كذب ومن فرق أخرى تشبعوا وخلقوا إذا بدكن العسل يعني من خلال ما حصدوه فهم فرقة يجب أن تدرس لكن اليهودية الظاهرية أنا ضدها أكيد وهي لأنه تتبع إليها العدم المفقود تبعد الله عن كل الصور وكل شيء نعم نعم بمحلة كنت قطعت فيه حتى ما حتى قدر نام قلت أنه أنت لا تصدق أن السيد المسيح صلت ليش يعني يقتلون الأنبياء يقتلون بس يصلب لما لا وكانت طريقة الأتل أنا لا لا مش مولانا العقل لم يقتل قتل الناطق قتل الناطق الذي ادعى أنه المسيح وثم ظهر مولانا العقل هيا يعني في اختلاف مع المسيحية بس نحن الدروس أقرب إلى الفكر الغنوثي حتى عند المانوية هناك مسيح نبي هو يسوع الناصري وهناك مسيح نوراني وعقل كله يكون قبل الخلق ويسمى يسوع المنير لومونس جيزيز وأي أنت بترجع المسيح يعني ريش في فرق غنصية تؤمن أنه في مسيح نوراني أو الصليب النوراني يعني في مسيحين وهذا موجود في كتب نحن نؤمن أن المسيح الحق هو مولاي العقل سيأتي في القيامة يعني ولم يأتي بعد؟ لا يعني هو نعتبر أنه احتجر رسالة الحكم ما بتقول الصين الجوانية لكن هذا قرف الشفاهي عند الدروس وسيعود في القيامة وبالقيامة يعني يقتل الضد و حتى القيامة فيها أبعاد خيميائية يعني يعني تتطلب حلقة لحالة بس هي الفكرة طبعة أنه مثل يعني عندك ضدين العقل والضد يتم يعني إقصاء الضد وحتى تتغير يتغير الوعي بشري كله لأنه نحن الوعي البشري عندنا والعقل قائم على الضد حتى العقل العقل يعني الموجود هلك فينا مش عم نحكي عن العقل الكل حاش الله عم نحكي عن العقل البشري نعم هو يقارن بعلم التنجيم يقارن في عطارد لأنه عنده ضدين يعني هو متذبذب عطارد يعرف بالمتذبذب والمتقلب وهو حاكم الجوزاء الجوزاء عنده وجهين فالعقل البشري يعني بين مع وضد بضيعنا لكن نحن بال القيامة وهي الجنة على الأرض حتى هذا الضد سوف يذهب وسوف يكون هناك نقلة نوعية في الوعي البشري وهذا كمان كلام موجود عند بعض الباطنين المسيحيين مثل يواكيم أوفيوري عنده عصر المحبة عصر المحبة يعني ارتقاء بالوعي عنده عصور أربعة كمان هذا موضوع آخر بس كمان هذه النتيجة أو اليوتوبيا وصلوها المسيحين الباطنين أيضا ببعض الفرق طيب كنت سألتك سؤال هلأ بعطيك السيد ريمون واللي بحب يسأل يعني بعد ما عشد كنت سألتك أنه نحن هالبوسطاء يعني كيف أنا نفهم اللي عم بتقوله أو إذا قرناه كيف أنا نفهمه واضح أنه هذا الفكر الإلهي اللي عم تحكي عنه معمول للناس اللي عندهم يعني قدرها أو حظ أو حق أن يمارس فيها نعم اسمحيلي اسمحيلي معك يعني كل الاحترام الفائق للجميع لا لا أنت أي شخص أي شخص بياخد شوية من وقته ووليده نهار الجمعة مثلا بيخليوني باش يقروا الرسائل وبعلمهم أساسيات بعض الإسماعيلية وبعض الفلسفة اليونانية لا يفهم أول رسائل سيدنا حمز عليه السلام في لحاله من كتاب الحكمة يفهم ونحن أنا يعني مش أنا شخصيا عم يكتب هذا الكتاب لكن صديق إليه هو الشيخ نار الدين من خلفها درزية أيضا عم يكتب كتاب لأول مرة سيتحدث في العقيدة الدرزية بدون كذب وبهتان وبوصف دقيق ووصف شامل وهذا الكتاب سوف يكون مجاني لأننا نؤمن أن الفساد يعني الفساد يأتي من المال مناشي نكون يعني مثل وليد جمبلات يعني رسائل الحكمة تقول أن أنجس المالي مال الحكام فسيقدم مجاني وإذا عرض على أمازون في أقل سعر موجود بس لأنه أمازون يعطيك شوي توصع أكثر في الانتشار يعني هو بيكون البوك بوبليشر تبعي وهذا الكتاب سوف يشرح الأساسيات أي موحد يعني لو بدرجة ثقافية يعني متواضعة يقرأ هذا الكتاب سوف يفهم المعنى وسيقدم في الإنجليزية لأننا نحن كمان بهمنا أولاد الجاليات برا عندهم ضياع بسبب اليسارية التدميرية عم يدمرونهم هويات عم يقررون كتب سالم كارم وكمان بالعربية يعني بأبسط العربية حتى يفهمها الموجودين في لبنان ويعيشون غربة أكثر من الغريب البرة لأنه عيشونا زعمائنا غربة داخل بلادنا وانتو بتعرفون فعم نحاول جاهدين أن نوصل هذه المعلومات وعندنا أثقار أخرى وأنا يعني أنا يعني وحدت عمري للموحدين الدروس ومستعد حتى قدم دروس خصوصية في المنازل وزوم لعائلات يعني لأرباب العائلة وأولادهم مع بعض وأن أضحي بكل وقت وبدون مقابل لأنه هاي شي مهم لأنه أنا أشعر بالخطر أشعر هويتي في خطر وحين أرى الإسماعيليين بسوريا أيضا وحين أرى العلويين كمان أيضا هم نسوا دينهم وعاكداتهم مع اختلافنا مع العاكدة تبعهم وحتى الاثنى عشرية الشيعية في لبنان يا إخوتي عندهم فقدان بالعرفان الشيعي المزبوط يعني يعني فاهمنا فاهمنا أكثر الاثنى عشرية للأسف للأسف هاي حركات حركات الحزبية الجديدة الخمينية هاي دي متأثرة في أفكار غير شيعية الإخباريين القدماء يعني وهم كانوا الشيع الأرتودوكسي هم اللي بيلحقوا النص وما عندهم أي اجتهاد لكن عندهم إمام غائب وكانوا يختلفون تماما بين تصرفات هذه الفرق وهذه الفرق عم بتأثرة في الفقه السني عم بتتمزجوا بالفقه الشيعي كثير من الشيع ما بيعرفوا أصولهم ما بيعرفوا الإمام جعفر الصادق يعني شو كان يقول ما بيعرفوا كيف تأثشت الاثنى عشرية الشيعية هي ما كانت من وقت الرسول يعني هي اجت بعد يعني التقية مبدأ التقية عمله الإمام الباقر وأفكار يعني الإمام جعفر الصادق لكن لا تنتشر للقرن التاسع أما أول أول ممثل عن الإمام الغائب أو ما يسمونه ولي الفقه هذا كان الكاركي في القرن السادس عشر إجرى بعدين بالصفوية ففي ومسحولهم هويتهم ما بيعرفوا لعرفان الشيعي يعني بحكي مع الشيعي أوقات بفكر هاي أثقار جديدة عم قلوا إياها وهي موجودة بكتبه فالشيع كمان عندهم مسح للهوية تبعهم صار من قبل ما يسمى خمينية لكن الأخطر هم الإسماعالين في سوريا الإسماعالين في سوريا غالبهم ما بيعط إسماعالية وغير منظمين جدا والعلويين بيت الأسد مثل بيت جنبلات حافظ الأسد جرب يعملهم أو مرة شيعة أخذ فتوى من موسى الصدر يعني مع حفظ الألقاب وكمان في دبلجي ليكونوا سنة أو خير فكمان ضايع الهوية تبعهم وما بيعرفوا التعليم الحقيقي للعلويين وهكي يعني فنحنا أنا مع إنه الأقرياء ترجع لجزورها لدينا ولو كانت أديان تختلف معي يعني مع الحرية الدينية مع كل شخص يعني على القليل يعرف أجداده شو بيقوله يعني هو الفكر القديم مش صفحات صفرة وفكر بيخ ما أنت إذا حتى اليوم أردت أن تكتب فكرة جديدة عليك أن تعود إلى كتب قديمة يعني نحن غلط ما قالوه لكم أن البشرية انحدرت سوريا أن البشرية تطورت وتطور الوعي شوفوا مصر القديمة شوفوا الصخور في الأهرامات شوفوا الفازات اليوم ما فيها نعملها الذي يقول العلم الحديث والظاهري أنها معمولة في أبسط التقنيات من مطرقة وما بعرف شو وحجرة ما فيك تعملها بأبسط التقنيات في عزمي في فكر مفقود عند الحضرات القديمة وبالعكد هنون عم بتقول أنه الإنسان القديم كان أهم بكتير ونابغة نعم نسبة لهذا الإنسان الحديث لأنه وقعنا بما يسمى فيضان أتلنتس في النسيان شو فيضان أتلنتس النسيان نعم وضح لنا نسى الإنسان أنه كائن روحاني نسى الإنسان اتصاله في الله تعالى أصبح الإنسان مادي وغرائزي وصار الإنسان في مثلك في مثل مليون واحد صار كما الحشرات فقد الإنسان تميزه دخل في النسيان وصفية تقول هكذا ولهذا عليك انت قلت لي شو أبسط الطرق قلت ليك في كتب بسيطة وكمان أيضا التجربة الزاتية أهم من المعلومات أنا غبي أنا غبي أنا هذا كله هذا الفكر وكلنا عم بحكيكم فيه هذا بمعفن هيا بكرة بيعفن براسي بروح المهم كيف هذه المعلومات تغيرنا التجربة الزاتية مهمة يعني فيعني ولهاي كمان ذكرت زينا طريقين طريق الإلمام وهي طريق إذا بدكم العمودية بيصير عندك اتصال مع هذه القوى التونية والروحانية وعندك الطريق الأفوقية وهي التحليل المنطقي بس المنطق يأتي بعد الإلمام نحن فقدنا الإلمام فقدنا الحس حتى الحس الروحاني الذي تتبتع فيه النساء المرأ يعني بعدما تروح عند الدكتور بتعرف إبنى صاخن الدكتور بيقعد بيفحش من الساعة وقد ما بيعرف ففي حقائق بشرية غيبت علينا أن نعود للهوليستية للوعي فأنا معا مثلا كمان جملات ببعض الأمور حتى بأنه المفتاح الروحانية هو الحلم اللي قالوا أتمندا أنا معه بس أنا كتاب فرح كتاب فرح هم تحكي لا أنا عم بيحكي مبعف أنا كتاب فرح كمان جملات مش مطلع إليها كله أنا مطلع بس على معلمه هو السريع أتمندا بيحكي أنه مفتاح مفتاح الروحانية هو الحلم أبعط لك كتاب ثورة في عالم الإنسان بل كبت يعني أنا قرأت من كمان جملات من هذه وصيتي وغيرها ولقيته عليك تجريدي فيمكن ما يعجبني أنا أحب نوع تاني بس على كل حال يعني ولو كان كمان جملات على الضد وحاول تحريف الدرزية علينا أن نعرف أعدائنا ونقرأ كتبهم يعني ف لا يعني ممكن أقرأ هذا الكتاب حين يكون عندي وقت بس في كتب أهم أريد أن أقرأها طيب وأسف أطولت لك هون كتير يعني أعتذر من الجميع لا يا تقبرني بالعكس مبسوطين فيك وأنا عم بتحملك معني ما بتحمل حدا يحكي عن كمان جملات دكتور غازي تسمح لي وأهلا بالست جميلة تقبريني تسمح لي أعطي الأستاذ ريمون لأنه وصلوا كتير رفع اتفضل الأستاذ ريمون مصرحة نيدال لك ولكل الحاضرين أهلا فيك وبدأ رحب بالدكتورة ناديني يا حبيبتي أمر الدين كان عندها مشاكل هيك شوي سلامة قلبك يا حبيبتي وأهلا فيك تفضل بأستاذ ريمون يعني إذا بدنا نحكي بالتوحيد ماني عم بحكي بالإطار الديني أو أنا معاق بالإطار الفكري النقطة اللي وصلها الأستاذ سوبران بتشكل نقطة انطلاق بالكلام عن الغنوصية من أجل الوصول لتحديد الواقع اللي وصله الوعي البشري هلا وكيفية ترابط هالوعي على مر العصور كلها هذا موضوع لوحده بأعتقد أهم موضوع بالوجود الإنساني موجود هلا بتمنى ينفتح فيه مساحة وتاخد وقته الكامل لأنه بدأ بدأ ساعات طويلة هيدا الموضوع بده ساعات طويلة وبده يتم ملامسة أبعاد بالكوانتوم فيزيكس بها الموضوع هيدا نعم عبول حضرتك عميق جدا فدل لا يعني مش هلقديه إنما بحب بتطلع كتير على هالموضوع هيدا وفتشت فيه كتير إنما المهم عند منقشة هالموضوع نقدر نشوف إن عكاساته الموحدة على كل واحد فينا بموضوع الغنوسية وبده يتم التطرق لموضوع الهندسة المقدسة أكيد بيعرف الأستاذ صدرانه هالكلام ما أنا عم بيجي أنا عم بيحكي عن المسونين أو لا لا أنا مش ههم بدي فوت أنا مش ههم بدي فوت أنا بدي فوت موضوع الحقل المغناطيسي اللي كان موجود فيه الإنسان قبل 14 ألف سنة وكيف صار هالإنحدار بالوعي هون فيه هيدا فيه موضوع بيحمل نقاش طويل عريض مرتكزاته الأساسية هي الغنوسية نعم وشرفنا بمعرفة الجميع وبالأخص أستاذ صبران إن شاء الله بتعملوا مساحة بهالموضوع نقلل من أي فكر أو أي مذهب أو أي اعتقاد نعم نحكي بالآخر علم كلنا ستواع نحكي علم والوعي نعم معرفة يعني بالوعي ما في حدا ينتقص لا من دينه ولا من فكره ولا من أي أشياء تاركي أستاذ ريموند كتير متعصبين وبيحولوا الحوار اللي عم نعملوا إنه ضدن وإلى آخرية والحياة هيدا الفكر هيدا الفكر قبل الأديان هيدا الفكر موجود قبل الأديان أينه طيب أبنا نروح دكتور أهلا فيك أستاذ زميل أستاذ عبد العزيز أبو ممكن ممكن بس أعليق تعليق سريع آه طبعا تليس تتذكر رئيسي تفضل لا أذكر أن أستاذ ريموند أفكار مهمة فعلا هو العلم الحديث الحالي هو فعلا فلسفة تجردية تقليسية يعني وهي مبنى على الفلسفة المادية فهو ينقص كل شيء يعني الوعي عنده ما شيء والعقل هو شرقة تتكهرب حتى دانيل دانت عمل كتاب عن الوعي توله ما عنه فيش وعي وريتشر دوكنز عنده يعني من الملحدين الجدد عنده يعني ظاهري جدا وعنده كتير أفكار تسخي فيه بالعلوم حتى وردوا عليه علماء وحتى ردوا عليه فلاسفة ملحدين بس ملحدين يعتبرون باطنيين مثل فهذا موضوع كبير أما الفيزياء يعني في دلالات يعني تشبه الفكر الموجود بالأديان عن شير نشوفه يعني ارتباط الصغير الصغير في الكبير الكبير وهو بالبحاكتي يوغا هي اليوغا بتناقض يعني أفكار كمان جملات هو أخذ نيانا يوغا البحاكتي يوغا فيه عند ارتباط من الكبير والكبير والصغير والصغير أنه الله يتجلى في كل شيء حتى في أصغر نقطة فهذا الاتصال في زيائيا في معادلات نظرية عم تربط هذه الأشياء وحتى عندك يعني البيك بانج وهي مش مهم أنه بلش الكون من نقطة المهم اليفنت هورايزن يعني يعتقدون السنجلاليتي أو الوحدة الذي بلش منها الكون عملة دائرة حواليها هذه الدائرة ما فيك تخرج منها وتشوفك أنها أبادية وتسمى اليفنت هورايزن وحتى في المعادلات للغرافيتاشن والسنجلاليتي هي يعني إذا بدكم توقعت وجود الثقب الأسود قبل أن نجده فعلا حتى تتوقع وجود الثقب الأبيض الثقب الأسود هو عنده اليفنت هورايزن ما فيك تخرج منه ويمكن العالم كله العيشين فيه ثقب أسود لكن في ثقب أبيض تدخل أشياء عالمنا ولا تستطيع أن أنت تدخله فهذا كيف هي مثل إمانسيبيشن مثل الفايد يعني الفايد الحدود تفيد لتحت لكن أنت ما فيك تطلع لفوق من حيث فاضوا ففي أفكار تحتاج حلقة محددة والفيزياء النظرية عم تطلع من الكنف المادي لأنه في السفل المادي أنه فيه مادة صلبة هي أساس الكون خاطئة عم بيميله للنيو أفلاطونية يعني كعب الكون بلشوا يتخطوا النسبية ففي تحول فكري عم بيصير في أقصى العلوم النظرية لأنه الفلسف المادية تقليسية وظاهرية جدا دايقة يعني ففي مشكلة بالمنهج وأساسف للإطارة مجددا بليز ما تقول آسف خفيف دكتور غازي تفضل بعدين جميل دكتور غازي نحكي بعد السيد جميل وأستاذ عبد العزيز من لطفك أنا بمونع أختي أستاذ عبد العزيز تفضل واشتعنا لك أستاذ عبد العزيز سمعني يا حضرة الأستاذ أستاذ عبد العزيز مش بيسمع جميلة تفضل آه لا تفضل أستاذ عبد العزيز فتحنا ممكن أتكلم بعد أستاذ جميلة لو تتكرموا عليها لأنه لطفك ممكن أتكلم بمتكلم بمتكلم رفع إليها بخصصة لإذا كانت جميلة سمعني السلام كلك سوء أستاذ أقول مساء الخير شكرا أستاذ عبد العزيز مساء الخير نضال الموجودين كلكن على المساحة أنا والله أنا حاطب عليك يعني ظل لأنك ما بعطيلي من الأول لأنه مساحة جدا مهمة وبتعرفي أنه أنا في بيني وبيني كتير نقاش حول هيدا الموضوع يعني كنت حاب أسمع من بعتقد سابله عن الموضوع الدروس لأنه أنت بتعرفي الحوار اللي بتخد في اللي بتحور فيك بتحور معك لهذا الموضوع نعم 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 رح أسمعه بس لأنه رح يوار الحوار دائما بتناقش أنا ونضاء يمكن لأني كنت عم مساحة تاني ما انتبهت سوري كنت الحوار اللي بتحور فيه أنا ونضاء رح أحكي يعني أنا بحكي بشفافية كل شي كل شي موضوع الدروس و وصولهم بالإسلام أي أم لا أنا السؤالي واضح للاستاذ سابله بعتقد هيك عبقرة صح أو غلط سابله 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 الإسلام هو تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة طيب نحن لاي منقول دروس مش مسلمين يعني هلأ الأركان نحن الدروس منمارس منعمل الأركان بطريقتنا الخاصة نحن منعمل الشهادة منقول لا إله إلا الله منعمل الصلاة بطريقتنا الخاصة بيقوموا الدروس بطريقة الزكاة بيقوموا الخاصة بيعملوا الصوم بطريقتهم الخاصة بيفقدوا رقم من الأركان هو الحج والحج لمن استطاعها إليه سبيلا أنا بحب جاوبني بكل شفافي وبكل صدق لأنه دايما 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 أنا بعرف أنه فيه التاب حكمي وبعرف كل هاي التفاصيل دايما دايما فيه حوار بيننا وبين الأجيال وولادنا كدروس لأنه ما بيقدروا يتنوا على الكتب الحكمي أنه نحن من ولمن ننتمي عقائديا وهذا الصراع عم بيصير بيننا وبين الأجيال وولادنا نحن ما عنا جواب شافي وحقيقي وبتمنى هيدا موضوع التقية أنه أنتوا هيك وتابعين هيك نخلص منه لأنه بزمن العالمي لازم يكون كل شيء واضح وشفاف أنا ياريت بتجاوبني بس حبي أسمع منك الجواب لأنه وراء هذا الجواب عندي سؤال آخر عن موضوع الاثنى عشرية وحقيقة الاثنى عشرية طيب تحياتي إلك هذا الفكر تجريد كلمة مسلمين قام فيه أنطون سعادي بكتبه برسائل الإسلام لسلتين الإسلام في الإسلام والمسيحية وفكر خاطئ لأن المسلمين نفسهم ما بيقولوا الإسلام هو من سلم إلى الله يقولون بك تقري شهادة وتلتزمه في خمس فرائل يعني إذا ما نعتبر الإسلام الظاهري فنحن لما نقول نحن مش مسلمين ما نقول نحن مش مسلمين نحن مسلمين لأله تعالى بس نحن مش مسلمين لأنهم فرقة هم اسمهم مسلمين بس نحن لا نتفق مع الشريعة الظاهرية كما مثلا الكاكائية أو قد يسمون نفسهم أهل الحق نحن أكيد أهل الحق بس لا نقول عن نفسنا كاكائيين مثلا يعني هذا شيء يعني الإسماعليين كانوا يسمون نفسهم المؤمنين يعني مثلا لا نقول عن نفسنا إسماعليين رغم أننا نقول عن نفسنا مؤمنين فهذا مجرد لا بكلامية نحن نقول حقيقة نحن لا نتبع الشريعة الإسلامية نحن نتبع يعني إذا واحد يتعمق في الإسلام سيصل على إستنتاج نا نعم لكن نحن نفسنا لا نتبع لا التنزيل ولا التأويل المسلم وفي نجاوب عن نقطة الترحتها عن الاثنى عشرية عفوا بس أنا أنا حسب ما بيقول ابن باز يعرف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ونحن الدروس نوحد الله نقول لا إله إلا الله صح ولا غلط هذا ليس مفهومنا للتوحيد هناك رسائل واضحة لسيدنا بها عليه السلام عن ما هو التوحيد عننا التوحيد ليس قول لا إله إلا الله عند الدروس هو معرفة الله في المباشر هو دخول كنا في الأكناف فيختلف توحيد أنا قلت أنا فيه دراجات التنزيل هم من خارج المعبد يقومون في الطقوس والشعائر والذبائح من يدخل معبد سليمان هو الباطن هو التأويل من يدور في المعبد يفتش عن الأسرار وهناك فرقة تدخل الغرفة الصغيرة والمصاري الدائرة كما يقول سيدنا حمز عليه السلام وهذه الفرقة هي الموحدين هي التوحيد ليس كل من قال الله يعني الله واحد هو موحد عند بتعريف الدرس ما عليشيني دا رح تسمحيلي لأني أنا كنت في العراق وزورة سلمان باكر الفارسي سلمان الفارسي يلي قال عنه الإمام علي سلمان منا أهل البيت ما بعث إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو الإمام علي ممكن هو يصلح لي طيب هوني عنا قال رسول عليه الصلاة والسلام طيب هوني يا يا استيزة عنا ازدواجية إذا نحن منا ماشيين على كتاب القرآن كتاب القرآن وسنة رسوله طيب إذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن سلمان الفارسي وأعتقد هو أحد آئمتنا إذا بتقول آئمتنا أو رسولنا أو صاحب الرسائل طيب نحن من نتبع نتبع هذا سلمان الفارسي والذي هو مرقد من المراقد المهمة جدا في العراق أنا شخصيا زرته مرقد من المراقد المهمة جدا في العراق وله أتباع كثر في العراق وأن نتبع الأصل أو نتبع الفرع يعني هذا نحن خلينا نسأل كل هذه الأسئلة واسمع منك الجواب سلمان الفارسي عندنا ليست شخصية مجردة هي ظهور للعقل الكل محمد في هذا الحديث الذي ذكرته لم تكمله يقول وإذا ظهر الله لقومه فكان هو نبي يعني يعتبر سلمان الفارسي من قوم مختلف وحتى في تلميح أنه من ديانة مختلفة وهذا موجود في الأحاديث الإسلامية يعني أحاديث المنصوبة لأهل السنة يعني نحن نعم قالنا وزردشتي صحيح فنحن عنا وزردشتية فيها يعني طبقات يعني مهم فيها نتحدث عنها بوقت لاحق لكن المهم أنثتي نحن عنا فكرة أنه الناطق يعني هو من يبث الشريعة لعامة الناس لكن هذا لا يعني أن علينا نلتظم بشريعة الناطق الناطق ليس هو أساس العقيدة ما في فكرة الناطق والأساس الناطق كان محمد والأساس كان علي ونحن حتى لا نعترف بالناطق والأساس نعترف بباطن الباطن وهو العقل الكل الذي ظهر في تلك الفترة فالعقل الكل هو سلمان من أوحى لمحمد كما تقول عائشة أنه كان يجرس معه صهرات طويلة أكثر ما يجرس معنا فيعني ما رح ناخد الوحي من الناطق نأخذه من الأصل والأساس مش الأصل والأساس محمد وسلمان تابع هذا كلام معيد وحتى لأزيدك من الشعر بيتا شوفي في هناك خمياء شيعي اسمه جابر بن حيان اقرأ كتبه يضع سلمان فوق محمد وعلي مثلا كتاب أم الكتاب الباطني يضع سلمان فوق الجميع هو بحر الأنوار وهو يعود لفرقة المخمسة ففي هناك فرقة ضع سلمان فوق محمد وعلي الفكر الظاهري هو من جعلهم فروح لكن المتعمقين الباطنيين ومنهم جابر بن حيان إذا تصدقين هو شخصية حقيقية البعض يقول هو كذا شخصية شيعية باطنية يضع سلمان فوق هؤلاء وحتى في حديث لمحمد يقول فيه محمد يقول له سلمان أنا يا محمد قبل أن أجدك التقيت في راهب مسيحي دلني عليك فيقول له محمد لعل من التقيته هو عيسى بن مريم شو معنى لعل من التقيته هو عيسى بن مريم يعني فيه تلميح من محمد كأن سلمان ينتقل بين الأجيال فسلمان كان مع عيسى بن مريم وكان في أجيال سابقة فهو الأصل وليس الفراع عزيزتي بس واحد عليه أن يتعمق في الأحاديث وأن يتعمق في الكتب بس لحظة بس عندي شغلة هيدا الكتب الرسائل الموجودة هي حتصير مطبوعة ومتوفرة أو رح تظلها سرية جميلة رد على هيدا السؤال يعني حكينا كتير عن الرسائل السرية والرسائل الدخيلة وشو علم المعلم يعني اتهم المعلم أنه أسأل لكتب الحكمية وتسمعيهم بأول يعني أفضل لا يا توبريني لا هو يعني فينها نختصر أنا لم أتهم أنا أثبت بالحجة الدامغة أن كمال جملات في أربع كتب حاول أن ينشرها كعقيدة سرية بين الدروز هي كتب مزورة هو اختلقها لأنها كانت كتب مفقودة ذكرة منها بالحكمة مثل مفرد بذاته والشريعة الروحانية فهذا أنا الذي ذكرته غير أنه اختلق كتاب قال الحاكم بأمر الله حشاه أنه كده كتاب الصرائر وهو كتاب يعني مليء بالأخطاء والتناقضات فهو واضح أنه كان محرف ومزور للعقيدة أنا أنا رسائل الحكمة موجودين أونلاين أنا معي يعني أنا مش أنه بدي أنشرهم بنطاق واسع يعني على القليل الدرزي يعلم أولاده وهذا سيستام الجهال والعقال مش موجود في الحكمة ومش ضروري علموا أولادكم أن هني وصغار الحكمة الفلسفة حتى لو بدي يبدعوا بديانة الإسماعيلية والفلسفة لا يفهم أول الرسائل لسيدنا حمز عليه السلام أنا مع هذا أنا مش مع نشر الكتب أنا مع نشر الوعي الدرزي يعني الكتب نشر الكتب عند الأخصام أو عند الظاهرين ما هني عندهم ياها مواقعهم حطوا اليوم جوجل رسالة الحكمة يعني مثل الأفكار جنتيلة جنتيلة كان مع الفلسفة الفعلية وهو جزء من الفلسفة التحليلية فلسفة الفعل بفلسفة الفعل أنت تحقق الجنة على الأرض أنت تطور تخلق دولة أفلاطون أنا ضد الفكرة القائمة نرأ علينا أنه القيامة قربت وخلينا بس نتجرد من العالم ونترك الأحوال الدروس سيئة لنجيل خلاص إذا نفهم العقيدة الدرزية منشوف الفلسفة الفعلية ومنشوف الفلسفة الإسمانية ليس هناك شيء مجرد غير الأسماء مع أننا نحن أشباح وجن وكل أشياء موجودة في هذا العالم الضد يظهر لكم بهذا العالم ما في شيطان خافي بوسوس بالأذنين فنحن مثل الإخوان نصف فخلان الوفا اللي هم بكثير من رسالهم يعتمدون الفلسفة الإسمانية أكي هلأ دكتور لا أستاذ عبد العزيز تفضل زميلنا أعلامي من قصر طائع تفضل ما هو يا نضال هاني ما هو برضو المقامات محفوظة يعني دكتور غازي تفضل لدكتور غازي تفضل لدكتور يا حبيبي أستاذ عبد العزيز تفضل أنا بعد ذلك وانتظر في في هذا المساحة طالما نضال هاني الموجودة أنا عندي استعداد لو يحبش التوضير بساقف طبور في خمسمائة واحد وبعدين دنيا تقتل علينا برضو ما فيش مشكلة ونضال هاني أنا أرحب أسمعكم من مدة طويلة وأنا سعيد جدا والإخوة اللبنانيين طبعا تحياتي للمضيف والأخ جابي وكل الناس المحترمين دكتور غازي وستاذة جميلة الحال الضيف اللي يعني مش عادة I'm not able to figure out exactly what's his name بس مش مشكلة والأستاذ فادي والأستاذ أسم والأستاذ فادي كل الناس الحالة تكلمته السيدات والسادة اللي اللي أول مرة يسمعوني أنا بس بستعزيم كلنا أذكركوا إنه أنا محب للبنان وعاشق للبنان كمصري وإذا جاز لي أن أحب أي بلد أحلى بلد بعد بلد هي لبنان والشعب اللبناني رؤون قهبة كاللبي وليس لدي أي لا لا جزاء ولا شكور مش تحب اللبنان هذا شعب عظيم والدولة اللبنانية دولة عظيمة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لبنان العظيم الذي لازال عظيما ببنكم وبيكم وأمثال وبشرواكم يا عزب بقوله في الخليج إن شاء الله بيظل عظيم كمانا محا فندم من قول شرواكم حتى عنا بالزبل طيب ماشا والله أنا ما باستخدمهاش كتير بس يا اللي قات على قلت خبتي أمسيت وتطلع كلمة مش برتوكولية ولا حاجة ولا تكونها طبيحة الله يكلم أموما أنا متابع الموضوع بس كنت عايزة أسأل الضيف يعني من هو الحاكم بأمره دي الحاجة الحاجة الثانية اللي أنا عايزة أقولها أنا والله مش يعني أنا آسف يعني بقى بصد الناس كتير إنه برا اللبنانيين كلهم شعب واحد وأنا حتى الأخوة اللي تتكلموا عنهم أو يعني مكتوبة اللي اسمي في المساحة أنا لي صديق وأنا عايزة أقول للبنانيين كلهم وأنتوا فهموا الوحد كلهم قلبهم طيب وكلهم ناس الشهامة فيهم أنا في الخليج بقى له واحدة لتين سنة قبلت كل اللبنانيين وباشتغل مع اللبنانيين من اللي حضرتكم بتتكلمهم لأن أنا آسف أنا مرة أنا ما عندي أنتوا تصرفوا مع بعض أنا بشوف اللبناني هو لبناني بدون بدون أي تدخل في أي شيء يعني لكن في ناس قلبهم طيب قلبهم طيب بشكل لا تتخيلوه الحمد لله رب العالمين على نعمة لبنان أنتوا لو أنا بتكلم لو أنا لبناني لو أنا لبناني كل يوم حقول الحمد لله على نعمة لبنان شعب اللبنان ده بلد عظيم يا جميع الله يسلم بلد عظيم والله أنا عارف أن أنتوا ممكن تتحكوا علي أو تقولوا الشخص ده يعني عطيفي زياد عن اللزوم لكن أنا بقول لكم اللي أنتوا مش شايفينه في بلدكو أو أنا عارف أن أنتوا شايفينه وأنتوا كلكوا عارفينه بس أنا بقول لكم الناس شايفاكوا إزاي وشايف اللجنانيين إزاي أنتوا شعب عظيم وكفاية فيكو الأمر اللي مكتوب عليه وصل شكراً أظن كده كلها هفهمني صح شكراً يا جماعة وأنا معاكم على الإستماع يعني واشكركم شكراً أني ظل هانم لك كل تحديد كل تحديد ومشاعر أخوية فضالة حبيبي أستاذ الأستاذ عبد العزيز زميلنا بالصحافة صحافة الرياضية هلا فيكو شكراً الله يجبر بخاطرك لأنه نحن الليبنانيين بوضع نحتاج لهذه الكلمات الكلمة الطيبة حزر رسول أوكي شكراً يا أستاذ عبد العزيز دكتور غازي ولا دكتور غازي تفضل يعني أنا مش رحفظ بالخلافات الليبنان أستاذ سبلان في بعض الأشياء يعني أكيد في كل الأشياء لكن أنا بشكره لما نذكر عن تقارب بين الدرزية والغنوصية لذلك نحن نقول بأنه لا يوجد كتاب في الدروز لأنه العقل لا يكتب كما قلنا سابق وأنه يوجد رسائل صحيح كنت أتمنى يعني من الأستاذ السبلان أن يتكلم عن المساق اللي هو أساس في الرد على السيد جميل وهو يعني أقله الموضوع الآخر يعني لولا الاستطار بالمألوف لتماكن إحنا منقول سيدنا فتاجورس سيدنا بلاتون أو سيدنا ريستو أو سيدنا هرميس أو إلى آخره وفيه قد يكون كنا قلنا سيدنا بولتير أو سيدنا مثلا اديسون أو سيدنا اينشتاين لأنه هذه أحد الأدوار أيضا مش ضروري يكون النبوة هي فقط يعني في تفسير فقط يعني هذا الوجود بل أيضا ما يفيد الوجود والأهمات التي تفيد هذا الوجود أيضا قد تكون أيضا هي يعني من أحد الأمور التي يؤمن بها يعني الدروس والحقيقة يعني نحن في عنا شغل كتير مهم لا يمكن نحن أن يكون لدينا عقيدة لأن العقيدة هي جماعة وهي تخالف لنمكية العقل ولنمكية التطور وعي الإنسان لذلك كان هناك رسائل وهذه الرسائل للزمان والمكان أو لوعي الزمكان هي تحاكي وعي الزمكان واليوم قد يكون يجب أن تكون رسائل أخرى تحاكي وعي اليوم إذن لا يوجد شيء في العقيدة الدرزية يخالف يخالف الوعي وتطور الوعي بينما في الأديان الإبراهامية هناك تقديس للنص ويحولون أن يسقطوا ذلك النص الذي كان منذ يعني بذلك الزمان على وعي هذا اليوم هنا الاختلاف معهم يعني جميعهم أنا أقول اختلاف يعني بالاختلاف الفكري مش عم نحكي عن اختلافات أخرى والمسألة الأخرى أنا ملحد بالعقيد أنا ملحد بكل جماد إن كان سياسي وإن كان ديني وإن كان إلى آخر لكن لا أستطيع أن أكون ملحد بالمدرس الدرزية لأنها تحاكي العقل وتطور الوعي دائما ولو كان اليوم موضوع الإسطار بالمألوف هو قد فرملة تطور هذه المدرسة وهذه الدعوة لذلك نحن نقول هوياتنا السبلان لست الدرزية أو بالأحرى كان يجب أن نجمل مع الهوية ما هي الهوية التي تتكلم حضرتك عنها الهوية الثقافية كنا فهمنا لأنه مش ممكن نقول نحن هويتنا هويتنا نحن هي هوية وطنية إذا حتى بس توضيح للآخرين اللي عم بيسمعوا مش هويتنا لأنه نحن لسنا فكر شمولي لا يمكن أن تكون هويتنا التي يعني نتكلم عنها أو التي فهمها العامة أن تكون الدرزية لا نحن هويتنا هويتنا وطنية الأساسية ولكن هويتنا الثقافية يجب أن نعد ذلك هي قياة تكون الدرزية ولكن هوية الأساسية الوطن يعني لذلك علينا هذا ما يميزنا أيضا عن الأديان البرهامية لأن الأديان البرهامية جميعها أديان شمولية وهيتش في اليسار إلى حد كبير أبدا يعني في شبه كبير بالنسبة للشمولية التي تتتمدها الأديان الأخرى وأنا أؤيرك أن الدرزي يجب أن يكون يميني لأنه هو أساسه يعني في هويته الأساسة هي الوطن قبل أن تكون أي أمور أخرى وولاقه للوطن أولا شكرا لنبدأ أدخل معك في الكثير أشياء يعني ممكن نتناقش فيها وأنا قلت في المداخل الأولى بأنه حتى هذه الاختلافات في فهمنا للدرزية بسبب غياب الوسائق وتم إجمالة حرقها وتدميرها ولن نعود إلى التاريخ والأسباب الكل يعلم ويحاولون أن يسقطوا علينا ما هم يعني ويناسبهم يعني من نسبة لكل الغزة اللي غزوا هذا الشرق ومحيطه يعني دائما يحاولين أن يسقطوا على الدروس على المداخل الأكلانية التي كانت قبل الأديانة الإبراهيمية بألاف سنين يحاولين أن يسقطوا عليها نعم دكتور غازي خلينا نوضح بس نقطة مش بس نحنا تراغتنا حرق يعني هرمز فيه باقي من كل الكتابات ودسة صفحات يعني كل لوما اليهود ترجموا 3-4 كتب المبتعين والعباقرة بالإسلام ما كان أصلا فيه كتب لأبن سينة وللغسالي ولأولا نحن 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 نعرف أنه كتب الفلسفة اليونانية مش كلها بقيت نحن نحن نعرف أنه باليونان كانت تنتمر مؤلفاتهم لكن ينقلوا على الإسكندرية اللي يخبوا مؤلفاتهم والبعض منها ضاع حتى عندما أحرقت الإسكندرية حتى منبين أنه نحن نتظلم هيدا حال اكتار ثقافات كتير ومؤلفات كتير الأكرية أما القرآن الكريم فحبت وبشكل فيه عجوبة ما فينا ننكر بس لحظة ستندر بس بديختم بشغلة أنا بديقول أنه كل هيدا بصير لأنه هناك منطرح بأن تاريخ هذه المنطقة قبل الأديان كان تاريخ الجهر والعمال وهذا مخالف للحقيقة ونحن نعرف جميعا ذلك أقل لم يكن نحن نراتيقين باللغة العربية لكن اليوم نراتيقين باللغة العربية إن لم نكن مشاركين في بناء الثقافات والحضرات نحن أقله ورسة أعرق حضرات وأعرق ثقافات يعني لابد من تبديل على ذلك وأنا أخالف بأن كنا تاريخنا قبل الأديان أكثر نورا من اليوم وهذه حقيقة لمن يقرأ الطريق بتجرد دون أي تأثير هذه الحشوات شكرا نعم هذا هذا سؤال نطرحه على متخصص أو حدا فهيم كبير بالقرآن الكريم يقلنا لماذا يعتبروا أنه ما قبل الإسلام إنسانا نحن يعني كان إجر سيد المسيح يعني ولو وزع النور على العالم كله والقرآن الكريم حين أراد أن يعني يعمل تصنيفات ذكر السيدة العدراء بسيدة نساء العالمين فكيف نكون جئنا من الجهل والغباء إلى النور ونتناسى يعني الاعتراف بديانتين قبل هذه منستفسرة من أصحاب الاختصاص عند الأخوان المسلمين استاذ فادي تفضل لا ما عليك استاذ فادي رح أطيك قد ما بدك بدي رحب بالآلام للأستاذ محمد شري دايتك أنت حضرتك مطلعت فكرة بلا مداهب لأنه وصله 13 ساعمد فضل الأستاذ فكر مساء الخير للجميع تحياتي كل قامات وأسازة فأنا عذروني عن ذكرك الاسم باسمه تحياتي للكل دون استثناء رائع جميل أبو لبنان أنا سعيد جدا أنه وجدت حسابك على التويتر وإلك وحشي يا صديقي إلك وحشي صديقي قدرتك هذه الفلسفة المسلمين هل 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 ونحن عندما نقول مسلمين ما هو الإسلام مثلا هل هو دين قطعا لا مثلا المسلمين هل هم سنة هل هم شيعة أصدقائي الفكرة معكوسة تماما العقائد الفلسفية التي نسميها عند الطوائف الباطنية هي البذرة الأساس ومنها انبثقت باقي الأمور الظاهرية يعني للشجرة جذر وفروع فعندما نقول الدين المسيحي أو الدين الإسلامي مع احترام لجميع الأديان هي فرع من أصل الأصل هي فكرة فلسفية وجودية أحد أعمق هذه البذور هي الفكرة التوحيدية مع الوحدانية يعني فكرة متجذرة بالحضارات القديمة أيضا من المصطلحات الخاطئة يتكلم عنها الدكتور غازي العزيز مثلا عصر الجاهلية أصدقائي جميعكم تنتبهون إلى نقطة مثلا أقول الجهال والعقال الجاهلية لا تعني زمن ما قبل الإسلام حتى كلمة الإسلام تعني الكمال بالآرامية هذه المصطلحات أساسها آرامي ولها جذور أقدم ولكن الحقبة الأقرب تعني الكمال الجاهلية ليست حقبة زمنية محصورة في جغرافيا معين بل هي حقبة مثيولوجية فلسفية تهيئ الإنسان لفترة الظهور الكامل وفي كل حقبة كان يأتي من يقول هذا هو الدور الأخير في تعاقب الأدوار والأكوار وهذا هو الظهور الكامل فتحصل نكسات سياسية إلى آخر الزمن حتى وصلنا إلى هذه اللحظة طبعا يوجد ثقب في التاريخ كبير جدا نحاول تسليط الضوء عليه يوجد أيضا مرة على هذه المنطقة حقبات سياسية جدا سيئة فلحنا مثلا لا نعرف أن الموارنة والدروز كانوا فئة واحدة الموارنة المارونيين المروانيين أحفاد ماوية التنوخية هي جدة من جدات هذه الفئة نحن لا نعرف هذه المعلومات فنقول الموارنة مسيحيين لا لا تقولنا معلومة كثير ما بنعرف فعلا كيف نحن واحد نحن والموارنة هلأ بصدق لأنه كثير قراب من بعضنا بس كيف نحن واحد ولا مرة بنعرف الشي نعم يعني أستاذتي عندما نقول الأديان الإبراهيمية لا يوجد أديان إبراهيمية في البحث التاريخي هناك عقيدة واحدة منشقة يعني من الحضارات المصرية ولكن إلى آخره هي التوراة انشقت هرطقة من التوراة تسمى المسيحية التثليثية كان عرابها بولوس فأتى القرآن ليرد على هذا الانشقاق أنا باحث جدا في موضوع القرآن ويعني لنا صولة وجولة في هذا الأمر وقدمنا كتب أيضا في هذا الأمر عن ترجمة القرآن فمثلا كلمة محمد هي هامد ملك الزمن للوجود خطان خط زمني وخط خط مادي هبوط الوعي يعني التعلق بالمادة الخط الزمني الذي يرمز مثلا في الأحاديث لا تسب الزمن فالزمن هو الله هذا أحد الإضاءات أو الإماءات في هذه الميثيولوجيا لماذا مثلا سلمان هو يعني المحتجب وأمامه ناطق لأن الناطق يعبر عن الكلمة والكلمة هي التي تعبر عن الفكرة ولكن الكلمات لا تكون ملمة بالتعبير عن الأفكار الدفينة فالأساس هي الفكرة منبع الأشياء هي الفكرة الكلمة هي محاولة نطق هذه الفكرة فأحيانا تصيب وأحيانا تخيب موسى كذلك الأمر رئيس كذلك الأمر هناك هناك مشكلة في التاريخ بحاجة إلى التعمق وهدوء وبدون أي تعصب لنفهم هذا الأمر جذور الأشياء من أين أتت مصدرها فقط يعني أنا آسف لأخذ وقت من المساحة من الأساس زي الرائعين سلم عليك مرة ثانية أبو لبن تعيد جدا أنه وجدتك وأنا أملت لك إضافة على أحسابك وبتمنى أنه أنا دائما التواجد على تويتر عم نقدم مساحات بهذا الموضوع ولكن المساحات اللي أنت بتعهدها يعني شرح القرآن من أين أتى ما مصدره من الذي قام على كتابته مثلا هناك آية أساتذتي في القرآن يعلمه الكتاب والحكمة الكتاب هو التوراة الحكمة هي فهمة الحكمة هي فهمة التوراة هي النور المتحدة الواح أفهم منك أنه حذرتك لما تقول كتبوا القرآن أنه غير منزل برأيك يعني حسب أنت قرأت وفهمت طبعا ليس منزل أستاذتي آية واضعة في القرآن من قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق بلسان عربي القرآن أتى تصديق على التوراة وضرب العقيدة التثلثية عقيدة بولوس لا يوجد شيء منزل من السماء حسب هذه العقيدة الإبراهيمية المنزل فقط الواح موسى أيضا قمنا بعمل يعني مطابقة بين العهد القديم والعهد الجديد وجدنا مكامن الاختلاف الذي قال عنها القرآن يحرفون الكلمة عن موضعه الكلمة يعني كلمات الله التي تحرك التي تحرك الوجود وليس الجوهر بذاته الذي حسب التسلسل في اليوم السابع شباب ولكن العقيدة التثلثية حركت هذه الكينونة وجعلتها ظاهرة في المادة بكل تجلياتها فحل بيننا في الجسد هكذا العقيدة التثلثية طبعا لست منتمي لأي عقيدة أنا فكر بلا مذاهب ولكن أقرأ بتجربة وهذا ما ظهر أمامي من دراسة هذه الكتر منحب تنضم لأينا دايما وتكون بشي مرة دايب رئيسي حضرتك كتير عم تحكي إشي جديدة بدي أرجع كرر أنه نحنا عم نحاول نعرف نحنا للأسف نعم معنا وعي عم نحاول نضوي شامعة صغيرة قدام عيوننا اللي بده يمكن كلنا نطلع على غلطي يمكن الآخر مش عم نقدر نفهمه ما عم نقدر نستوبه صحيح نعم فهم وليس فهم نريد أن نفهم أتمنى أن تدعونا إلى مساحات لأن يكون عندك مساحة أيضا شرف لي دكتور شرف لي هذا شرف يعني أنا كمان نحن ضيوب في مساحة تحياتي للجميع يا أهلا فيك السيس فادي تفضل أهلا فيك بس لحظة أنا يعني تعبت جدا يريت يعني أبقى بس مستمعا معكم وأنتوا تفضلوا أنا انتهى كلامي بدي أحيي الصديق فكر بلا مذاهب من أقمار يعني أنا بيعتبره المعروفية قمر وكمان نترحم على قمر بيت الحلبي كمان كان شيخ باطني ومفضل كثيرا على الدراسات الباطنية فأتمنى من الجميع لمن فهم كلامي فهم ولمن يفهم كلامي وأخذ سواء مبسطة يعني هذا القدر هكذا أن يفهم كلامي كما يشاء فكما قال سيد المسيح أعطيكم الأفكار وأعطيهم القصص أتمنى أن أكون أعطيتكم الأفكار ومن فهم الأفكار فهمها ومن فقط يفهم القصص وفا فقط يفهم القصص تحيتي جميعا الحلقة مسجلة يعني لمعترض خليه سيد سبنا بدي أعتذر منك اللحظة عندي سؤال لألك إذا ما عندك مانع فينا نحكي بالخاص صديقي لأنه انتهى قنديل زيتي يعني أنا العبد الشحيح العينين قصير الباعين بطير شوي وبوق عدغري يعني خلي المساحات للأصحاب الجوانح الكبيرة بطيره كثير أنا هذا عصفور جبلي صغير شحرور لا بس ما قالك حق يعني جاء بدي سألك سؤال واعترض بس على التسمع يرد إذا كان فيك تغيريها هذا عبقري وما عبقري لا بالعكس يعني المداخلات الشباب كانوا أحسن حتى من مداخلاتي وتفاجأت يعني بنسبة الوعي العالي في هذه المساحة أنا بدي بدي أقول لك شي قدام الكل أنا مش أول مرة بحكي أنا والأستاذ فلان وهذا ما أنه اسمه نحن بنحكي على التليفون وعم نقرر نصور معه وأنا بحبك كتير وبسمع لك وبتنور منك ويمكن ما بفهمك أحيانا ما بعترض على اللي الشيء بتقوله لأني ممكن أطلع غبيه بس لا أنا بنظري أنت عبقري أنت صبي عمرك بلاش ثلاثينات أقل يعني هيدا العمر الصغير ويخز العين عنك ولا مرة نحنا ولا حدا بعرفه بهيدا العمر عنده هيدا التفوق بلا عبقري مسألة نسبية أنت عبقري علي أنا وانا مش قليه كتاب مش بلعته ما تتواضع في شيء كتير حلو بيقوله جبران علينا أنه فرق ناسي إذا جبران عمي خائل نايمي أنه فرق بين التواضع واضعه هيدا البقستو ما تتواضع بليس خليك معنا جابي بدي يسألك سؤال أستاذ فادي لحظة رح كون سمع رح كون سمع بدي يرد عليك أستاذ سوبلان يا أستاذ جابي تفضل أستاذ سوبلان بدي أسألك من خلال الوعي تبعك وقراءاتك واطلاعاتك هل ترى أنه أنا مسيحي أولا هل ترى أنه المسيحي مضلل طيب هذا أعطي السؤال الأخير وإنزل صديقي نحن الفرقة الوحيدة الذي يقول سيدنا بها عليه السلام أن أول من عرف الله هو القدسين نحن نحترم القدسين المسيحيين بل نعتبرهم أول من عرف الله وهنا يعني لهيك في بعض يعتقدوا أننا نعمل دجل لما نحترم مار شربل ونزوره لا يعني هو يستوفي شروط القدسين لكن عدا أنا كان الكنيسة القسطنطينية لنهاية كنيسة ظالمة فأنا مع المسيحي أنا أعتبر المسيحي باطني المسيح طالما تلتزموا بهذه الظاهر التورات أعطاهم لتلامسه دروس فكروا أنت الشيء الأخلاقي فكر فيه أنت وأعطوهم قصص لهن يحللوا الأخلاق منها مش ليعطيهم الأخلاق مكتوب فأنا أحترم المسيحي أخالفه ببعض الأمور لكن أحترم القدسين أعتبر كما قال زيدنا بهاهم أول من عرف الله لكن أعادي الكنيسة الظالمة يا أخي الكنيسة البيزنطية صديقي يعني حرام الراهب بوجوميل في بلغاريا من أهم يعني من باطني رقيق بيطلع بالأرض ما كان يطلع بالعالي دبروا لقضية اللي يقتلوا فيها غير مجزرة ثيودورا الأرتودوكس بعدها قديسي قتلت مئات ألاف من الأرمن البوليكانز بعبشع الطرق فعلينا أن نقف هذا الظلم صديقي لأن الكنيسة للأسف دخلت في محلات اضطهدت فيها أقليات واتهدت فيها مفكرين لكن جوهر المسيحية أنا معه واتهدت أطبيعة كمان بيعرفوا بيعرفوا أصدقائي ورفائي منكون بمارشار بلسوع ومنحكي نعم هذا معروف بتاريخ أوروبا كلها لمئات السنين طهدوا المسيحية الفقراء المعدمين الصغار يعني كانوا بيعون مفتاح الجن بس ما خص للدين ولا شي خص هادي زعامات الكنائس مش هيك صح ردنا والمقال عالقة بالدين ستنضال يعني أكتر سيئة أنا عم بوضح أنه الدروز الدروز كان عندهم مشاكل دروز الأواء كان عندهم مشاكل مع الكنيسة نفسها كنيسة قسطنطين لكن فيه اعتراف بالقدسين وفيه كلام من الإنجيل لكن عندنا خصوصية حول المسيح ذكرتها بس يعني وعندنا كمان يعني رأي خاص ببطرس مثلا وهكذا أشياء موجودة عن فرق غنوصية ثانية نحن أقرب إلى الغنوصية المسيحية فعلا من المسيحية التقليدية وأختم قولي هذا وراح اسمعكم يعني بكتزروا مني التعب جدا وأحييكم على هذه المساحة وشكرا لإستخدام